معذرة الإخوة يا الله ياه وش سرع هذا مهم ما يقدر الإخوة حصل انقطاع إذا كان في إخوة هكذا يحبوا يدخلوا على جلبه لا ربما يديروا مداخلات من خلال هذا البث المباشر راني ننتظر فيكم ذو كنا عود ننصر ننشر لكم نتاع الرابط نتاع الغرفة هذي جديدة مانيش عارفو شوش اللي حصل المهم احنا ما نشمل نوع ذاك اللي يكذب ويتبلعت ربما راو حصل فيها خالل تقني مهم ربما يكون من الموقع نتيجة على الضغط ها المهم نزيد نعاود أن نوضع لكم الرابط أنا وضعت لكم في أول تعليق إذا كان فيه إخوة يحبوا يشاركوا مرحبا بكم نزيد ننتظركم شوية أراني أدليت بالرأيين تاعي في الموضوع هذا ولا ربما نزيد نلتقيوا في فرصة واحدة أخرى هاني ننتظر فيكم شوية هايا شوو ترى هذا خالد هايا مرحبا بك الأخ خالد السلام عليكم سلام أهلا بك أقويا ماذا راك الأستاذ لابات؟ والله الحمد لله وش راك الأخ خالد دمني راك تكلم فينا الأخ خالد ها نعني من ساتة يا ايه ما شاء الله هاكي هاكي قريب أنا بات دارت معك في دوميناف أعلم؟ أنا اسمه فيك؟ دوميناف دوميناف في البطن دمنيناف في البطن ماذا تريد أن تريدها في سكايب؟ اه، في سكايب أو في الراديو؟ يهبو اسمها راديو دورانيو، دورانيو وطنية حالينها في دومي لونز بلك، لا، إلا في دوميناف بلك أكدا، أنا أخطا، أتحدث في سكايب كانات ساتة لدى، في السكايب أخطا، لا سكايب كنا نستعملوا سكايب استعملناها قبل بلك إلا دوميناف بلك تكون في اليومات هذه كنت على اليوتيوب من هذا الوقت تجربة من هذا الوقت لا تقصفت بك نسمحها كثيرا و لا تقوم بمشاهدك ما رأيك لباس والله الحمد لله انت رأيك لباس والله لباس حبيان كنت مرأيك للمعام العيلة و انت رأيك لفتالية لا تقوم بمشاهده اه نتكلم في موضوع هذا حول الحراك السلطة والحراك الحراك في الجزائرية هل ترى لنا ماشيين الجمهورية جديدة ولا راح ينزدون عودون كروا مأساة واحد اخرى لانه ذرك كين تصعيد من الجهتين كين الناس اللي راهم ذركهما يصعدوا هذ الناس ما تخدمهمش الانتخابات ما تخدمهمش الانتخابات بمعنى انه ما عندهمش قاعدة شعبية وكين الناس في السلطة ما تخدمهمش الانتخابات الحرة والشفافة هما يحبين يديروا انتخابات على حسابهم ديروا انتخابات على حسابهم يستعملوا الاقصاء وما ماشي يحاوسوا على الارادة الشعبية نطع الصح فمثل بالتالي هما في زوج عندهم هذا الفكر الاقصائي هذا حبين هما انه نزدوا ودخلوا البلد في حيطه يستعملوا وانتخابات على حسابهم حساب الناس من المشاركة بالدائرة لا نظر فيها هذا المشارك بالدائرة ونحن الشعب يبدأ بمزال موسمة لدرجة الوعية التي تجعلنا نصل إلى هذا الهدفة مبادرية عندما تكون أنت واعي عندما تكون أنت تعرف النظام وفهم النظام نمشي معك عنها ماذا ترى هذا الأخ فهمت صح صح هذا يعني موضوع 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 حرب يكون معك موضوع 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 في هذه الموقت التي تجعلت معك كنت طالب كنت تكون في فرنسا ومن بعد أن تذهب إلى تجاير موضوع موضوع فضو فضو موضوع من بعد أن تكون معك موضوع ما يقول لك إن شاء الله أنا لدي بعضنا إن شاء الله إن شاء الله يا أخي السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام الله يهنيك أيها الأخ دريس السلام عليكم سينوردين وعليكم السلام وش هو لك كيف قالوك والله بخير الحمد لله والله بخير الحمد لله الحمد لله أنا معها يوم مرة على مرة تطلع لنا نورنا شوية من يرة تكلم فينا الأخ دريس متليمسان ايه ما شاء الله الله يبارك فيك وش اللي حوال عندكم لا باز الحمد لله كيف كان ننهار اليوم يعني ترى في اسمه تم في تلمسان أنا اليوم كنت في مدينة الغزاوات مدينة الغزاوات قريباً الحالة ميتة يعني من ناحيتي لارك تسألني على الحراك وكامل الحالة ميتة بسهل الولاية دايماً الانتفاضة بالجمعات الناس يخرجوا وكامل يعبروا على هذا الرفض لهذا النظام هذا يعني يعني الإشكالية دروك المطروحة ف في الوقت الراهن كيف ما رك تتكلم انت يعني اللي جاء اللي يدى هذا الحراك هذا يغطي به روحه واللي يرد هذا الحراك شو هو اللي ره يمثله كما مؤخراً شفت واحد الفيديو قبيلت هذا شوية عاودوا المجموعة عن النساء عاود ينادي المطالب ديالهم تعلموا ساواة واحدين أخرين جماعة تعزوا بيدة وقارك عارف عاود فكر ديالهم لين معبي البلاد هالجماعة أخرى عاود بانت عاود راهت شغول تفرق في الحراكة أنا حتى حماس كنت نشوف عندها واحد الخيطة بمليح شوية ولكن مؤخراً شفت واحد واحد الخروج مع بقية الأحذان كما تشوف بنغرينا يذكر الدشرة تشوف زوب يدع السلوة وكاش يسميوا هذيك الوزاح النون تقول لك الإسلاميين ظلميين تشوف مقاريين تقول لك الاستئصاليين تشوف باللي تلاحزة الجزائريا تقوم بواحد الفعل تقدر تقول عمالة للسلطة باش تفرقها للشعب باش الشعب تبقى عنده الفكرة إما ميمشيش الانتخابة تماماً وميحققش الإيرادة انتاعه تماماً والله يقعدها كتم تداخل فيما بعضها لا هما هما شوف نقول لك اسما كايني الناس اللي هما 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 مثل تورنواء فهمت تورنواء والله حتى ماتش ماتش يقول لك ما تروح ماء ماتش مبيوع فهمت تسمى انتارك رايح ولا تلعب ولا تلعب ماتش مبيوع وغير ما تكسر في راسك لا تروح ومن بعد تسمع أنت ريزولتة تسمع أنت ريزولتة تسمع ريزولتة وحدة أخرى هما ذرك كما قلت قبل أنا كاينين ناس هما في السلطة الانتخابات ما تخدمهمش الانتخابات شفافة هما يحوسوا على الانتخابات سور مزير والأحزاب كاينين أحزاب اللي هما ما تخدمهمش الانتخابات تخدمهم الكوطع ها للاسف خرج واسمه الأخ إدريس ممكن بلك حصل له انقطاع هذا في الخط يعود الأخ بديس حصل الانقطاع صح حصل الانقطاع هني عود ترجعت المهم في انتظار ربما يزدي عود المهم الأخ إدريس اللي كان عود ركع الخط ممكن تعود ترجع هني ننتظر فيك حتى باش إن شاء الله هنكملوا الدردشة إذا كان فيه إخوه هكذا يحبوا يشاركوا معنا أراني وضعت لكم الرابط انتعال انتعال واسمو انتعال الدردشة بإمكانكم هو أنه تتصلوا من خلال الرابط هذاك إن شاء الله ونفيدوا بعضنا البعض هني ننتظر فيك الأخ إدريس إذا كان نراك مزلك على الخط عواسي واش حوالك ركع خديم أم لا أصبر طرح اشوفوا طرح هذا الأخ يونس آهل الأخ يونس السلام عليكم وعليكم السلام وماذا هو لك؟ نباس الحمد لله، ما ركتكلم هنا لأخ يوسف؟ اه يونس اه انغولم وين جهة هذا؟ انغولم جهة بوردو اه، ركت الله هنا في فرنسا معنى فرنسا وماذا هو لك؟ نباس الحمد لله، شما كانين اخوة هكذا في جهة وين ركتك؟ ها؟ كين جزائريين في الجهة كين وكين ها هي العباس ما وماذا تقول لنا الاخ؟ وماذا نقول لنا عندي؟ ما تقول لنا؟ ماذا تقول لنا؟ هذا اللي رنام فيه نحكيوا عن الموضوع تاليوم تالي الحركة تال السلطة هل ترى رنامشين الجمهورية جديدة؟ كنقولوا راناماشين نمدوا المؤشرات وإلا راناماشين المأساة ونفس الشيء قال المؤشرات ولا نقعدون نراوحوا في نفس المكان كما قالوا اشتاس اجماعة العسكر استعدوا استريح ايه والله ما نعرف انتم ما تعرفوا انتم ما تعرفوا انتم ما تعرفوا انتم ما الاختصاص ونراوحوا نكن نتبعوا ونتبعوا كما نعز ايه والله ايه والله سوافين ما تعرفوا عن ما تعرفوا من الكلام هذا ما كان أفضل لك أفضل لك لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة الحمد لله الحمد لله كل مدى الحمد لله الأمر هانياء الحمد لله رب يبركيك وفيك بركة السلام عليكم وعليكم السلام السلام السحيد المهم إذا كانوا يقوموا بإخوار نحن على المباشرة إذا كان هناك أخوة يحبوا يشاركوا معنا مرحبا بكم عيسى الحمد لله الأخ التوفيق رب يبرك فيك الحمد لله عيسى جيبنا معك شوية قليا ورواح ولا شوية روينة حمد الأخ باديس والله إدريس المهم بإمكانك هو أنه تعود تعود تدخل يبدو هو أنه حصل لانقطاع والإخوة اللي تحبوا تشاركوا وراني وضعت لكم الرابط هو في أول تعليق بإمكانكم هو أنه تضغطوا على الرابط وتدخلوا وتدليوا بالآرأم تاعكم في الموضوع تاليوم اللي هو حول السلطة والحركة في الجزائرية هل ترى نحن ذاهبون إلى جمهورية جزائرية جديدة وإلا نماشين إلى إعادة محرقة وإعادة مأساة أخرى لا قدر الله وبطبيعة الحال الإنسان عندما يتكلم يعطي قال له مثلا كيف تنتقد الموقف بتاع السلطة تمد الأدلة ونفس الشيء مثلا تقول نفس الشيء تمد نفس الشيء وإذا كان مكانش نفس الشيء لطبيعة التطور ونحن نقش في إطار كثير ونحن نطلق ببعض مالبعض شكون هذا طهاء هذا انت مكش موجود في الصفحة للأخ الكريم حاوسوا فقط الإخوة اللي مسجلين بالأسماء متاحهم واحد دير سورع الأقل في البروفيل تاك يا صاحب مهم الإخوة كأن بعض المبتدئين هكذا يعتقدون كأن نحظر المباشر والناس سوف ترى، وكما يتدخل يدخلوا لكي يشارك لكي تتفرج على الصفحة ستكون مفتوحة لن نغالقها ركف الطريقة يا إيساء يا رب يكون معك إن شاء الله المهم نزيد أن ننتظر هذا إذا كانت ملتح إخوة الله عم بارك وإذا لم يكن كيف تتفرج على الصفحة كيف تتفرج على الصفحة لم يكن رأيت شيء قبل وعندما رأيت الرابط لكن لم يكن رأيت لم يكن مفتوحة هم تتفرج على الصفحة لم يكن مفتوحة أرى بعض المداخلة أنت أخوة هكذا يردون في شعارات يتحدثنا في الموضوع قلنا بلي كينا الناس لهم ربما رأيتهم يمشيوا بالنيا تاحهم لكن كينا الناس مهيكلين ومؤطارين فهمت يمشيوا هم في مجموعات عندهم أهزج يردوها ريبيتوسيون ديرينها كل شي فهمت أمور محذرة وكينا اللي هو يخدم للجهات مثلا في المعارضة الحزب السياسي وكينا في المقابل اللي هو مبعوث من طرف جهات أمنية ليرسم صورة في الأذهان عندك كذا لأنه لما الناس يشوفها كذا يقول لك شوف 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 يخدموا لك ما راني قلناها في قدام المداخلة يخدموا لك في رول يلعبوا في دور تاع السلطة والمعارضة في زوجه يخدموا لك يخدموا لك لك ما عندك أمور واحد أخرى تقولها لا أعرف الأخير راني قلت لك اللي ترمز للإسم انتاعك بطهاء راني قلت لك باللي هذا الاسم الدردشة متاحة فقط للناس اللي موجودين في الصفحة انتاعي مسجلين بالأسماء انتاعهم الحقيقية فانس هذي على جلب الشي الواحد يكون لما يتناقش مع الإخوة يتناقش بنقاش جدي حسنا يا الله الكريم مهمة ذرا لكل إخوة كنحصل انقطاع هاني زيتنا عاود نوضع لكم الرابط في الأول تعليق هاني وضعت لكم الآن الرابط في التعليق إذا كان فيه إخوة يحبوا يشاركوا يحبوا يشاركوا يحبوا يشاركوا 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 كما الولايات المتحدة الأمريكية لا يشاركوا 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 تطلب اعتماد يكفيك هو انك تطلب تصريح تطلب تصريح لكي أعطيك تجمع والله تطلب اسموه مكانش صح مكانش مكانش يقولون ما لا يفعلون وكان جاءوا رغم ذلك مثل هذ الناس رغم ذرك هما رغم يقوموا بأشياء لو كان هما ما خلوش لقد قدموا من هذا المستوى لم يقوموا من خلوش لكي تطلب كما يزوجه لقد قدموا بمغلقة لقد قدموا بمغلقة لقد قدموا بأسماع لقد قدموا بأنك أخ مصطفى، نعم، نتفرض الأخ باديس أنا لدي المغرب الضروك، سأخبركم نعم، ماذا في فرنسا أو الله؟ لا، أنا في مورياد نعم، أراك في كندا نعم أربي أقبل إن شاء الله الله أمن شكراً، أربي أعيشك الأخ باديس أنا عند بعضنا مرة على مرة هكذا تواصلوا إن شاء الله أربي أبرك فيك، شكراً أعيش، السلام وعليكم السلام، شكراً للأخ باديس الأخ مصطفى يا أخي، أدخلت وخرجت، واش هذا؟ أخ مصطفى فرحات، أدخلت وخرجت المهم إذا كان حصل لك انقطاع بإمكانك والأخ مصطفى تعود وتدخل في انتظار لربما كش ما يلتحق بنا ها أحد، سيكون من الأخوة، لكن ما سنجدون دردشو وإلا نختم هذه الدردشة نحب نشاركنا الأخوة هكذا، مرة على مرة كي نكون نتكلم مذيبياً هو أن الأخوة يشاركوني لما الوحد يتكلم واحده المهم، سيكون ننتظر لإخوة هكذا عوّس وش من جاء؟ قدام ذات الكنمية ترى تلحق لدار قول عيسى مرة يجيب لي معك شوية ثلجة لما جبت شغر مكالة هاو كان الأخ باديس هاو قريب ليك ثم راهو في موريال نزارك في كيباك، مانيش عرفش حل راهوكين عندكم من ثم من كيباك الموريال يا الله راه ما زال عندي راه عندي واحد الألم يا عمي إيسى عندي واحد درسارة ها دائرة فيها حالة نزار كنز مينوت باش تلحق والله والله كنز متر كدها كنز، وش هي كنز هادي كنز كيلو متر كنز متر وش هي كنز مينوت وش هي كدها تلحقك دوصون ترانت سنك يا عمي، كيف نفهم لك دوصون ترانت سنك يا أخو يكتبنا كنز كيلومتر كنز مينيوت كنز ماتر وش هي الكنزات المهم نسى انك شوية لأخي سالة لحقت لحقت ولا لحقت كنز كيلومتر كنز كيلومتر ماشي بزعاف المهم يمشي بشوية بارك سيسرعك بارك همتا سيسرعك بشوية خاصة لعادة الطريقة مشمخها انتظر كنز كنز محق يقول يا الله مجيد يا عيشي غوترا هذا الأخ مجيد وش يحكيها مرحبت بك الأخ مجيد السلام عليكم فيام واعليكم السلام سبرني ندير بسمه الكاسك هاي والأخ مجيد ماذا هو لك؟ الحمد لله صباح انت في البلاد واني في الدار لا 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 قصدي اشي من جهة اذا ركت في البلاد هنا انا انا في البلاد انا في بلژيكا ايه ما شاء الله ما اتهم لاش انا اتباعك شوية نشوف هكذا عندك دي زيتي و احب نفهم شوية وما يقولون أنه يمتلك حالة وقتها في البلاد ويقولون أنه يدعوا على قلبه في البلاد لذلك أحبّين أن تعطينا فكرة الحراكة على حق مراش على حق اللي يضعم را يمت في ما هي؟ يمت في يدو للمعارضة باش تتوارق نيزة باش تتنظم ما هي طريقة تتبعوها؟ شوف، الوسم وضر كلمتا الحراكة ما هو الشيء اللي يخلى الناس تخرج للشارع تستعمل الشارع؟ استعمال الشارع على ما تسمى تقدر تقول راه هو بداية متع الانزلاق فهمت؟ خطر هو المفترض مفترض هو أنه الناس بتخليهاش أنت تخرج حتى للشارع ترك إنسان رقل مثلا في مسؤولية انتخبع لك الشعب ولا ما انتخبشها لك الشعب راه مش بالضرورة هو أنه تنتخبع لك الناس كل باش تنتخبع لك الناس 100% المهم راه عندك مينموم نقوله مثلا 26% أو 30% نقوله انت رك وصلت شعب ذرك هو راه يطالب في أشياء اللي هي تعتبر في الدول تعتبر من الأبجديات ما تسمى انتا واحد انتا يحوس على السكن ما ينتظر شعب يخرج البرة اللي يحتج في الشارع حقه حقه عطيه له الدستور راه عنده حقه في السكن وعنده حق في العمل وعنده حق في الحرية التعبير وعنده حق في التنقل الدستور راه موجودة هذه حقوق اللي راه دي جم كرس ها الدستور حق التظاهر فهمت هما هذه الحقوق كاتبها مكتوبة في الدستور وما يعطيها لكش تولي انت وش تدير انت تراسل قال بلك هذا المسؤول اول راه ما على بالوش تراسل 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 انت وش تولي اندير انت تولي انت فيما بعد انت تلجأ للشارع بالشارع بالشارع كان يراه وضلك في وقت من الأوقات كانوا الناس يروحوا وما يقطعوا الطريق اعلا تخلي انت تاحت انت تقطع الطريق اعلا وكان الناس ليهم ولا تحلات لهم ولا تحلات لهم قال اوكي اذا كنت تحقق المطلب انت لازم تقطع الطريق خطرا ما كانش طريق شغل انت تهدر ما حيط ما وش يسمع فيك والمشكلة وين هو انه مشي في المطالب المطالب هي مشروعة المشكلة هو انه الناس مش متوحدة هما كان اللي ظاهرين يبيلك صورة كأنه ناصرها متوحدة وهي مكنش منها الناس مش متوحدة مش متوحدة والمشكلة الوين المشكلة الكبير هو انه كان اجيال اللي هي ارتوات ارتوات بسراعات سراعات قديمة مش انت اليوم سراعات قديمة ذو كنت لما تشوف انت ذو مثلا شعارات في الحراك ايكزومبل برك قال مثل انت ذوك شعارات مخيفة اسمحني شعارات اللي وصلنا اليها شدت اليوم بعض الشعارات شد الحراك يعني كان بعض الشعارات اللي حقيقة يعني مخيفة يتغزز من هالإنسان شوية فيها وعليها فيها وعليها تقنتا لا مثلا نعطيك مثال اسمحني نعطيك مثال هذا الشعار اسمت اليوم يتبون يا حمار الشعب هو البوفور شعب جزائري لا نرى ان نقولوا سلمية لماذا سلمية لا تكسر شما ما اسكوا كلام هذا سلمي او ليس سلمي هذي لا تكسر شعارات كي الناس اللي ما عندهمش ثقافة سياسية خلاص سما هو كيتكلم هو المهم يهضر وميهم مش لا الهضر انتعوا هذيك رعا تبليسي في الناس لا تكسر شعارات كي الناس اللي هكذا ما عندهمش ثقافة سياسية وكي الناس اللي هما مكلفين بمهمة هما يديروا هذيك الأشياء باش هما يلسقوها في الحاراك لسقوها في الحاراك قال هاك تل حاراك وش رعاوا؟ هو رعا منهرلوا الناس قال سلمية 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 حوسوا على جزائر جديدة تجمعنا كل نتنافسوا على الخير نتنافسوا على خدمة البلاد كذا ضكيني الناس اللي هما مغروسين في الحاراك وكاين حتى منتوع ها هم يديروا هكذاك وكاين في المقابل اللي هما كيما نحاو وانتبوك فهمت نحن دك هذ الناس اللي راهم دك أقولوا مثلا هما معارضين والله راهم ناس هما سياسيين والله راهم عندهم مشاريع عندهم أفكار عندهم انت هذا السلطة لو كان جات عنده هي النية على جلبه هي بدير مخرج البلاد كل راح فيه ذلك على تخلي انت واحد حتى اني طريق ويلجأ للشارع والحل، والحل، وشنه؟ الحل من الجهتين ما شغل من الجهة؟ حل من الجهتين السلطة المفترض هي أنها تسمع ما تسمع ليش أنت ذوك هذا اللي يسب هذا هذا ما ندلوش أن أحساب تسمع للناس اللي راها ذوك مثلا عندها مبادارات تتفق معاهم وانتختلف معاهم مش مشكلة عندهم عندهم مبادارات لا لا كاينين وشكون مثلا كاينين كاينين حزاب سياسية اللي راهم اسمح لي اسمح لي هم يعني نشوف يعني المجوريتي بتاع الحراكيين والليبانو يديروا دي فيديو والذي روماشورات ولا يسمعونهم الناس وعندهم اللي يتوحون فيهم ربعين وخمسين الف مثال شكون أعطني أشماع الحقيقة يعني الحاجة اللي نشوفها هم نكذبوش على الأرواح الناس الذين راهم عندهم تأثير في الحراك هم 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 شكرا أمير ديزاد عندهم خمسين الف خمسين الف متابع يدير لايف العالم يزيطون عندهم خمسة وربعين الف واحد يتبرو مو من بعد من بعد هذا يعني هم اللي عندهم أشكوا أشكوا عندك أشكوا عندك أشكوا عندك أنت أفكار أنت ذو كي ترك رح تغير النظام تغير النظام ما ركش راح تغيروا بالتعاليق ولا رح تغيروا بلي فيو راهم عندك ربعين مليون ومن بعد أبري عندك ربعين مليون فيو أشكوا عندهم يسمعون لك بوكو بلوس لك بس كنشوفوا مثلا يسمع لك صببادير باللي راح معاك يسمع لك صببادير باللي راه جزائري صببادير صح يعني ما تقدرش تحكم به صح لا 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 ما تقدرش تدي نظرة يعني تدي نظرة على تشوف الشعارات مثلا اللي تردوا في الحراك يعني الشعارات اللي هم يقولو هم كيل متعبلة مخابرات وهذه الأمور هذو هم اللي تجبوا هاللكلام هانا لا لا كلمة عبله هذي ش بده هذك بنزديرا هو اول واحد استعملها هذا بنزديرا هو اللي استعملها منها هذي الحقيقة هذي الحقيقة هذو كهما تم استخدامها استخدامها في طريقة واحدة اخرى ولكن الانسان اللي استخدم هذو المصطلح هو هذك بنزديرا وهذا كراه معرف توجه انتعاو حقاً إذا كنت نرى الحراكة مثل عاصمة عندما ترى العاصمة لا ترى رؤية جماعة عاصمة تخطيها على الأدلة قال مثلا ملارو يميش لي لحتى لسحت شهده لا ترحش انت تشوف لي مجموعة انت عربعة او خمسة ودارو هذك الشعار وردوه وقال مثلا راهم معهم ام بارتي هكذا راهم عاودوا ورجعوا خطر كهين الناس اللي هم يمشيوا مع الموجة يمشيوا مع الموجة يشوفوا ما قالوا شكون وش راهم يقولوا اي هذيك تا 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 يبدوا يعاودوا هذي ممكن صح انت غدوة نعطيلك مثال اذا تبدلي اعلا بك ما عنديش هذا ذوك هذا انت هذا امير هاي سيدي اوكي راهم نظرك معها الشعب معها الشعب كل هاي نرح معك الأبعد للحدود راهم معها الشعب كل هاي في الداخل وفي الخارج غدوة انت كيف هذا السيد هذا راهم يتحوروا مع السلطة كيفاش عندهم مشروع عندهم افكار المشكلة احنا المشكل يعني بتاع الحراق بتاع كيفاش يقولوا بتاع هذه المظاهرات هم يقولوا اي انا ما عدناش يقولوا احنا ما عدناش حوار ما نتحوروش انا معنى ضمن العصابات وهوش الدير إيه هم المشكلة اللي حابت نفهم ونا الحالوين ماروه في الخراعة كويرة وانيوخرجوا ويقولوا واحد ما يمثلناش وما كاش حوارة مع العصابات وما كاش تقضير شوف مقلك هذا إنسان بزناسي إنسان بزناسي يستعمل في هذه الأمور من أجل أن يدير اللايفات وكذلك يأخذ الضراء ني بلس نموة، ما عنده حتى هاجة، ما عنده مشروع، أفكار سياسية، ني طرح ني معنى دواله حتى أشياء هو يردد فيها، يردد هو والناس تنسبلو فيها، تنسبلو فيها على أساس أنه رهو هو صحيح هو أنه رهم كينين بعض الشباب اللي هما رهم ذرك هما مغنفين وكذا ورهم هما يتأفروا بهذه كل الأشياء لكن انت تذرك غدوة هذا الناس السياسيين ولا الناس اللي هما رهم فاهمين هذا النظام هيا، أقول لك أنا، انت تذرك غدوة أنتك يا ركا راح تغير يالله، تذك بش تغير أنت النظام عندك جيش؟ ما عندك شرطة؟ ما عندك عندك أموال اللي تسيبها؟ عندك شوش عندك باش في الفيسبوك، هما هدا السلطة، هدا السلطة، لو كان يحبه فيها كان يحبه فيها، وكان يحبه فيها، لو كان يبعثولو واحد يعطولو مبلغمالي هكذا قال السيد هذا ترصد له ويجيب لنا اخباره سلم العافية طفيوه فهمتك يقابروا فيه كشكوا وبسلمه بالعافية من هما هم رأى ما يخدموا به يجوا سلموا هذي اللي حبيت لهذه ذخوا واحد كيف يفكر شوية هذي معلومة ترى يجيبهم ومنها ما عندوله معلومات ما عندوله معلومات شوف هو في وقت من ال يودي اسمع اسمع نحن رأى في بلاد ورأى نعرف الجيش ونعرف الضباط ونعرف الناس اللي رأى مصر هما واضح منذ مدة واضح باللي كان سراع راهوا ظهر للعلن النهار اللي خرج القيد صالح خرج لها طاي طاي واضح كنا في وقت من الأوقات كنا نقولوا باللي راهوا كين سراع ومنا كانوا هم يغطيوا فيه نهار اللي خرج القيد صالح طاي طاي ولا هو يهضر ويهضر على التوفيق ودخلهم للحبس ودخل طرطاب ودخل وسمو طبحت الأمور طبحتهما كين الناس اللي هما راههم داخل السلطة في بعضهم دي سيربيس في بعضهم هما يستعملوا يستعملوا مش غير غير وسموه غير هذا أمير ديزاد يستعملوا ناس أخرين يخرجوا هما في معلومات باش هما يضربوا بعضهم كما يخبروا هم يختلفون عن طريقه كما يصيدوا به هم يخبروا هذا غير مسموه هذا ليس كذلك كمثال أخبرت لك ذلك فأرى أنه شعب معه كيف ستكون لديك سلطة روحية؟ حسنا كنت من شعب الجزائري وطوعته في الداخل وفي الخارج كيف ستكون لديك سلطة؟ ستكون لديك سلطة ستكون لديك سلطة ستكون لديك سلطة ستكون لديك حزب سياسي ستكون لديك سلطة؟ هذا ماذا بهم حيث يتم تحتاجه ليس لديك الحرب بسبب يتطار يجب أن يتقوم بها هذا رأيه على شكلة.. وش سمو؟ الجماعة اللي كانوا في تسعينات فهمت؟ على شكلة زوابرية والجماعة اللي كانوا يستخدمهم في تسعينات هذا ما كان هذا هو أو غيره؟ الناس اللي يرهم دوك عندهم أفكار سياسية عندهم مشروع عندهم رؤية عندهم مقاربة عندهم قل очال حلول هكذا على جلو سمو تقول لي بلاسلطة مهيش المستوى نقول لي مهي عندك الحق مقلك بلاسلطة هي أراها هي ثانية هي تسع تسع هي هي هاد الناس يخدموا السلطة مثلا بعدما كانت الناس تنقش في الحلول تحكي عن الجزائر الجديدة وكذا صار تحكي لي على عبلاء ومنش عارفنا وعبلاء هراء تلعب على الاراق لا يا أبي أخواتك فضلنا جميعا برؤية لمساعدة الفلوس نحن حدثين ينفهم وأهلاً بعض الأشياء ويشعر الله ومتعلهم إنما فيجم الحراك من 19 فبري 2019 فرأي الآن من أشعر هذا التغنية لدينا حوار لدينا غيث أن أفضل الحراك لا يوجد النخبة التي تمثل الحراكة التي تفاوض مع السلطة لا ندخل في حيث أو لا سنصل إلى درجة أين سنصل إلى استدامة لا يوجد أن يقولها قبل أنها في المداخل أنت عيلا كنت سمعتني دعني تكلمت لا لا أسمعتك هذا نذكر أنها في المداخل الثانية لكن كل الأولاد قطعت شوف هما كايني الناس في السلطة المنافسة الشريفة والعادلة والانتخابات الحرة والشفافة لا تخدمهم لذلك لو كانت تكون هناك عادلة ويكون هناك تنافس الشريف سوف يخرجون من السلطة يخرجون بالصندوق لذلك هما ماذا بهم بشي يلقوا حلافاء سميهم انت عدو وهمي سميهم شركاء سميهم مش حبيته هما بهذوك يبروا البقاء انتهم سميهم 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 في وقت من الأوقات لما كانوا مثلاً في الترشيحات هذه التعال انتخابات الرئاسية لا سيما هذه الأخيرة ماذا كانوا يجيبوا؟ كانوا يجيبوا مراطة يحين سنيها يجيبوا يسموا على هما يجل بشي قنعوك بش انت تقبل بالغديري وتقبل بانفليس وتقبل بالاخر يجب لك هذا أمير ديزاد وليس غير هو وهذا يخيرهم يخيرهم ها هو واحد في البرج وواحد في ذيك وواحد في ذيك يخيرهم ناس مشوهين أخلاقين ناس ما عندهم لا تاريخ لا نضال لا مشروع لا سياسة لا أفكار لا ولو على جلبة هما يقول لك آه ما هو الهارك ما هو الهارك لكي نقشل مع ذلك لكي يقول لك لا لا يا أخوة هناك يقول لكي يتبعون على بالي بيه وهذا كبر في السن وهذا يقول لكي أخوة لا أشعر أن أخبرك بالبلاد ولكن لم يكن في هذا الهارك كين هذا أمير ديزاد هذ الملايين لم ترون ذلك فيهم ضكاترة، فيهم باحثين، فيهم أريخين، فيهم أساتذة، فيهم أطباء، فيهم من كل الفئات المجتمع فيهم العربي، فيهم القبيلي، فيهم الشاوي، فيهم الترقي، فيهم من كل فئات المجتمع هم، أني قلت هذا كالنهار، ونزد نعود أن نكررها، هم حبين يحصروا هذا الحراك يحصروا في جهة حتى يسهل تدجين انتعه وحتى حتى يفرضوا عليك، يفرضوا عليك على جال بش أنت تمشي في هذه الطريق يا أخي، أنا ما نمشي معك لأنت، ولا مع أمير ديزاد، فهمت؟ ما نمشيش معكم في زوج والمبادارات هذي اللي راي تدير فيها السلطة لدان يطعوكي محل البرلمان، وهذا السلح المساجين باسمه مساجين الرأي نفس الشيء، نفس الشيء، نفس الشيء شوف نقول لك، هذه تتم عن طريق الحوار، هو ذرك لوكان جاءت هذه السلطة ذكرها هذك مثلاً عندها هي نية منتع الخروج من الأزمة قبل أنت تروح أنت تحل البرلمان، يحدث فيه حوار، قبل أن تروح أنت تحل البرلمان على تحل لذك أنت البرلمان، وبعد تخرج لذك هذا أنت على الموضوع تأسح بالجنسية، هو تناقض سحب الجنسية سيفري هي مشكلة، نقول لها تأسح بالجنسية واحد مثلاً، لي عايش في الخارج مثلاً، عايش كما أنا أو أي واحد عايش في الخارج لذلك، لدينا الجنسية الجزائرية، لكنه لا يحدث بأيش في الخارج، تحرم القوانين أو تهجم المؤسسات و تدامك، لديك فى البرلمان لذلك فقط، لن ترى هذا المنظور شوف، اسمعي ليه يحوّل أن يدمر بلاد أو يعمل بلاد، حركي مثلاً، أنا حركي، أنا لا أحد أمام كميلاً، لا أحد 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 الملك يا الاخ الكريم اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لك ما انا قلت لك قبيل انا ما لازمش انت تحط لي ذرك قضية انت وطن تحصرها لي في كل وشهر يذك هذ الناس لا 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 ما يعني لي والو الشعب شو نقول لك انت لو كان ذرك غدوة غدوة تكون فيه حريات وفي عدالة اجتماعية وتعادل حقوق الأهلها يو هذ المواطنين ما يخليك ش أنت توصل أنت هل المستوى المواطنين هم يدفعوا لدولتهم هم يدفعوا العراق العراق باش حتلوه باش حتلوه حتلوه بشعبه انت ذرك انت لما انت تنحي الحقوق تشوف لي انت ذكرها الناس شوف بعينيها ما لازمش انت تروح لي في هذا الدكترين هذه والله في هذا الخط هذا انت عمر ديزاد وتروح لي بعين شوف قلت لك أنا شوف انت الجزائر شوفها من جوانب مختلفة شوف انت انت شوف نظار حكموا عليه بعشرين سنة حبس وحكموا على توفيق بكذا وحكموا على ناس آخرين يطلقوهم وفي المقابل يروحوا لك انت الواحد يديروا لوتهم حتى حتى اذا كان رأيها سيحة يحكموا عليه بسبع سنين سبع سنين حبس تأيضك ها مش كلناس اللي رام تحركوا ذوق في ورقلة شكون جاو هذا من المريخ هذا لا تأتي من المريخ رام يشوفوا باللي بنهم مظلوم رام يشوفوا باللي في ورقلة راهو كين حيف راهو كين تمييز راهو كين ظلم راهو كين كين محسوبية راهو كين كين وكين دركوا انت متقول ليش بلي دركوا هماذك هذا الناس كين مرات تجيناس هما ماذا بيهم بش انت المطالب انت حم تسمع ما سمعتهم ش انت يسمعوها لك عن طريق عن طريق امير دي زاد فهمت القاضية وراها تأذرك تأذرك غدوة انت لما انت تتبنى هذا المطالب المشروع يا يو والدستور راهو يهضر عليها هذا الدستور اللي انت ما صووش عليها شعب راهو يهضر عليها أعطيه الحقوق لأهلها ما تخليش انت الناس هو انو يتولي الناس تجرب قاضيتها ومشغر هو تأذرك مثلا هادو اخوة مغاربة علش هما يدخلوا يحشروا الانف انتهم في الجزائر وليوم يهضروك في الهدرة تروح تسمع انت واحد مغربي شوفيه يهضر في هدرة زيتوت يعود فيها هذا يعود لك في هدرة وسموه يعود لك في هدرة هذا امير دي زاد وغيرهم يعود لك هو فيها علاه لانك انت اعطيت له الفرصة تلي اعطيت له الفرصة انت لك انظرك هذا السلطة هذي هي قال مثلا تعاملت مع هذا الواقع هذا تعاملت معه بإيجابية عارفين احنا بلي التغيير هذا من المستحيل رانا سنوات احنا نكرروا فيها مستحيل هو انه يحصل بين عاشية وضحا ولكن انت يا أخويا تعامل بإيجابية تعامل هذا إنسان مهبول هذا إنسان مريض هذا إنسان مكلو شار تعامل مع العقالة كيفش تعامله مع ما حمروش كيف هتعامله مع أحمد طالب كيف هتعامله مع جاب الله كيف هتعامله مع زيد ومع أمر من الناس كيف هت مهري مهري انت يخونوه مهري شيخ من الشيخ السياسة في الجزائر سيئة هذه الناس لما تقسي انت تقسي انت هذا ال كيف نقوله السياسيين تقسي انت الناس اللي عندهم مشاريع فيما بعد انت تقول لي انت انت اللي صناعت من هذا الناس صناعت منهم سياسيين وصناعت منهم أبطال وصناعت منهم لو كان هذا الناس رهم هم رحوا تعاملوا مع السياسيين هذو يموتوا ما عندهم حتى حضور اسمح لي اسمح لي اسمحنا اسمحنا واحد الوقت باللي مور ما الجاتبون و ولا هو رئيس تعد زائر كانت واحد الهدرة اللي يبعث يابين اللاتر اللي يبعث هالبورقعة وبعث باشي جوا يتحوروا معاهم اللهم ومشتهموا مبيناتهم وما قبلوه هذا مبيناتهم لا نتحاولوش مع رئيس غير شرعي مبيناتهم بقلنا نمشو بهذا الهدرة انا نشوف مثلا نعطيك مبورقعة راح تحاور معا بشر الاسد لا نتحاول نحن سؤال على الالدمر التي ستضع فيها مثلا جلالي صوفيان جلالي جديد ومش رأيك فيه من وش من حيث وش مرأة يتحاور راح لعند تبون بيزير فوار يو المشكلة أخ الكريم شوف المشكلة ما هيش في الحوار المشكلة في على ماذا تتحاور ومن أجلي ماذا على وش نتحاور 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 على التغيير أنا ما تحكي لش عن الانتخابات وجيت تردد لي أنا تردد لي في الأشياء اللي هي تحضر فيها السلطة انتظوك مثلا قال ذرك في الخطاب نشوفوها خطاب الرسمي أيها الشعب الجزائري نحن متجهون إلى جزائر جديدة وهي الخطوات اللي رحين نقوم بها نسعاو قال مثلا من أجل تشكيل انتع حكومة وطنية نسعاو من أجل عن أجل بش يكون قال برنامان منتخب وتكون الانتخابات حرة شفافة دون تزوير نسعاو من أجل نو 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 هو انت تجيب لي نفس الأحزاب نفس الأحزاب هاني معك هنا أنا ما عندي باسبور أنا ما عندي باسبور أنا عندي 20 سنة ما عندي باسبور راح تقنع انت باللي 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 يارك وسمو مكنش منها ومعاي اللي اللي كان معايا معاين نطق رسمي في الرئاسة المواطن لما يشوف كنتا أنا أمن بيك ما نأمن بيك ما نأمن بيك وقد نكون شوية وقد نكون شوية وقد ندو شوية كما يقولون يالله تفضل وقد ندو لهم شوية وقت بسك بسك كما يسمى تعبو تفلي خبرك كما تحتاج من وقت ما حال تحتاج من وقت انتبعوا هذا الديماش اللي را ندير فيهم ماذا 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 ما تحران هذه الانتخابات الناس يدخل في الانتخابات تحت 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 حاجة كما احنا الانسان أنا شخصيا بسك كنت نشوف بعض الناس كيف يفوتوا على اللقاء كي ديسيد باشح البرلمان قال كيف يفشح البرلمان ولا يحوص بهذا السرعة وما يفوص عبوار شوف أنا على بالي بهذا الأمر الأخ الكريم شوف كيني الناس شوف كيني الناس رأني قلت هنا قداش من مرة كيني الناس اللي هما خلصت لهم العولة تعرف العولة في البلاد هايو العولة هما كي الناس يلحق الوقت انت عشت يبدأ يوجدوا في الحطب ويبدأ يوجدوا في الله هذو كل الأحزاب السياسية العولة انتحم هي الانتخابات ما هم يحوص من أجل جزائر جديدة ولا يحوص هما فعلا لأجل يخدموا المواطن المواطن رأيه من من المواطن مو مش كامل مو مش كامل لحكم ملو يحوص المواطن من المواطن المواطن يتحدث في التعليم وقف مع الانقلاب في 90 آه هذا يقول بوكروح نعم وقف الانقلاب في 90 ووقف ووقف مع الحضر الذي اسمه الحزب كان بوكروح في 99 لما داروا أحزاب جديدة بوكروح كان معهم ثم هو كان تحت القياد بوكروح لا هذا قضية أحزاب جديدة تم منعوها ملو حمد طلب الإبراهيمي هو كان ثم تروح في الحكومة احنا ماذا تكون الأمور واضحة لما عندي مشكلة شخصية لا مع يوسف هذا وسمو لا مع تبون ولا مع هذا أمير ديزاد ولا مع سيطوت ولا مع لدي مشكلة شخصية حنا رأينا نحكيه في إطار ونحكيه في إطار مشروع أنا لا ضد الحوار بالعكس الحوار هو هو اللي راح يقود للحل ولكن الحوار اللي نحاوس عليه يكون حوار صريح شفاف حوار جدي ويا أخو تشرف عليه جهة مستقلة كان درك مثلا هو ولو أن راه غير منتخب من طرف الأغلبية ولكن راه رئيس فعلي كان قادر هو قال مثلا يعين شخصية مثلا من خلال المشاورات قال مثلا كين أحزاب اللي راها قابلة وكين أحزاب اللي راها مش قابلة مش قابلة الحوار وش هي الأشياء اللي انتم تمنعكم من الحوار ما يقدر تحاول معها موارا ما عندهم لي سيرفيز عاي طولوا سيم محمد قال أنت وش تحاوس شكون هذا بوش شي طاب شكون لاخر شكون لاخر لاخر قال سيم محمد أوكي أنت ماركش قابل الحوار مع السلطة وش تحاوس يعطينا كما قلو الخطان تحاوس تفضل وتزل القواسم المشتركة أنا قدرت اقتراح اقتراح هو أنه بحكم هو أنه الناس بقراها تسعى الجزائر جديدة وهذه الجزائر الجديدة نحن تحدثناها قبل ما يوصل هذا للرئيسة تحط مؤسسة مؤسسة راه الحمد لله عندنا الرجال في الداخل وفي الخارج مؤسسة يديروا على رأسها شخصية وطنية وفيها من الخبار من الباحثين من شخصية الوطنية من المؤرخين من الناس المختصين في الإحصاء ومختصين في التحليل ومختصين في العلم من الاستشراف ومختصين في مجالات مختلفة تكون مثلا متبوعة بقناة فضائية من أجل التأسيس لجمهورية جديدة وفي المقابل الناس اللي يخوضوا هذا المجال التشريع مثلا في البرلمان والله الحكومة اللي هي تسير الشؤون العامة رحم هم يقوموا بدور وحدة خف إنت إذا كان رأك تحوس تشكل لجنة حوار من ناس من شخصيات اللي هما عندهم مستوى مطلوب مطلوب مثلا داخل الحراك وفيما بعد امتاع تمشي أنا نقول لك هاد اللي رشاد تشايف هم كاين أشياء اللي هي منطقية وكاين أشياء تدخل في إطار الاستعمال كما رح تستعمل في الديارة ورح تستعمل في الوسط ورح تستعمل هذا ذرك هم أمنين هذا بأمير تزاد رح تستعمل لهم ورح تستعمل في رأسهم ولكن يستعمل فيه ماذا بيه يخدم المصالح توحهم أفكار توحهم هذا مكان يستعمل فيه كما يستعمل فيه ناس آخرين لا يمكن أن يقول هكذا بس أنا يقول هكذا هذا يباين هذا يفكر قليلا ويفهم كيف يتمنى هكذا ماذا أعود أرجاء للوراء الوقت أنت سعداني سعداني كيف كان يهضر مع التوفيق كان يهضر كان يهضر لأن كان الناس من وراء كان أشياء لا يمكن أن يهضر شخصيات من بينهم سواء سعد بوتفلي أو صالح هم يهضر عن طريق عمار سعداني ماذا قال هذا مرديزيد لم يمشو زراه يقوم بدور نيابة عن أسياده هذا بن سدير يقوم بدور نيابة عن أسياده هذا مثلا نراه من الزار شي من لاور يقال مثلا واش خاصة قهوة وقال يلا هاو هشام عبد وكل نسلك لك عندك شهرين وانا ثلاث نتعو وسمو يلا كل هذا يخدم نحن أدرك هذ الناس هذو هذو ميدير ولا تغيير له هذو يخدم بيهم نحن نحوص على الناس اللي راهم عندهم مشاريع ونحوص هو هذا السلطة بما تمتلكه من آليات قادرة هي تساهم إذا كان فعلا هي تحوس على التغيير قادرة تقول للي قبلوا شهاك أما هو أنك يقول يعاودوك في نفس السياسات فانت نتع الإقصاء نحن ذكر عام الناس في السلطة إقصائيين وناس في المعارضة إقصائيين هذا هو الشيء يرى الواقع درك نحوص على جلب يكون حل حل نهائي الأزمالي نحن نحن الأمور إذا كملت كما هكذا ماشي الاستدام ذكرنا نشوفه فيها و الحدة على الشعارات رأي من جمعة لجمعة تزيد و ماشي و ماشي وهذا القوة انتوى الأمن أنني قلت هرني كاتبها من سنوات ماشي غامل الان تايا مع الوقت هو أنه يتم الإجهادا تاهم استنزاف تاهم و يقوله في وقت من الأوقات هو أنه يفقدوا هذه المراقبة هذي تم تقولي خلاص ومن بعد تطور الأمور قنا بالمسيلة للدموع من بعد تطور وتطور حضر التوجول والرصاص المطاطي ومن بعد تطور وسموه إنفواء يموت واحد لازم يموت واحد من من بعد زوج من عشرة من خمستاش من ثلاثين من وترى حسنا ما نشحب بنا هو أن نتروح الأمور لا سيما هو أن ندجع لنا التجربة قاسية في الجزائر من وقت الاستقلال وزيد المأساة وما نشحب بنا هو أن تعود تتكرر المأساة هذه إن شاء الله إن شاء الله كما يقولوا يلقاوا حل في أقرب وقت فس كلوا كانت كم الأمور هكذا أنا يشوف فرنش موحد كما يقولوا وعندو يدوره على قلبو مثلنا وغير وكتاش كش ما يكون وانا بعض على البلاد وحنا الجزائرين فينا النزعة الوطنية وبرابول الجنسيات وحد وخرين وشوية زيادة ما على بلش وعليش من بوك يج ان شاء الله بزاف على البلاد وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي يجعوا حل بس أنا جاب لي جاب لي ربي الحاجة المهمة الناس اللي عندها أفكار ولي عندها مشاريع المهمة يعني الحقيقية اللي لازم اللي لازم عليهم يعني قاع يحسو بروخ المسكولية يسيو نقسم الانفليونس على هاد الناس اللي حضرنا عليهم على الليجان في التعير بسك عندهم انفليونس كبير على الناس على الليجان و انفليونس شاء الله مروا في الغضب بهذا كبير الليجان و ما تمنى ان شاء الله يصلوا الهدف ان شاء الله يكونوا الناس الواعيين و يهدون قمور و يقعوا حل موضوعي و واقعي اهدون اهدون يقول جدا نعم كما مثلا انا العبد الضعيف في وقت من الاوقات قال انا نشرت كتاب اكزامبل نشرت انا كتاب بتبعو للصحف كامل والله يا درم آخ نصف كلمة نصف كلمة مكنش و يشوفون فيك وعلى بالهم بيك ويتبعو فيك اهدرنا المواضيع مواضيع هام موجودة راها موجودة في يوتيوب وموجودة نشوف مرة مرة نشوف نصف كلمة مكنش ومن بعد انتهي هذو الناس هما صنعوهم هما صنعوهم صنعوهم أنا في وقت من الأوقات اتصل بي اه واش اسمه مهم واحدة كذلك من طول النهار مهم فهم وحتى النقطة حالية لجل بش انا نمر في النهار قلت له ما نمرش مهم ويش ثلثوا باخل النهار فهم قلت له أعطيني المحاور انتع الاسم انتع الناقاش وعطيني الضيوف مكانش حتى فيما بعد نكتشف نشوف سعيد بنسديرا في القناة تعالنا آه ذكر تسمى ما عندهم شنيين تعال الحوار ما عندهم شنيين تعال الحوار تسمى هو شغل هو يدير لك قالب على جلب بش بش صيدك تسمى ما عندهم تسمى ما عندهم أنا لا أحتاج حتى لكي نبان ولكن أرى الناس آخرين هما استعملوا في هذه اللهجة وقاعدين هما كانوا يديرو لهم في الطرويج أنت هناني قلت هذا كل نهار وروح عاود تسمع الكلام هارلي داروا يقصن تعد داع داع وروح عاود تسمع كذلك قلت لهم بللي انتوما ما تجيوش من بعد انتوما بعد أيام توليوا و تقولوا علاها و علاها و انتم تصنعوا فيه رأى ذوك اللي ما كانش يمشي معاه قال اه صار يوم حاكمين حقد حاكمين حقد على الوسم والنظام انت روك روح تحت لهم انت روك حطي ترعوا قال ها هو ها هو انت صنعوا ها كتشوف انت دي الحاجة قال لك مثلا الجنسية هي اللي دور ضدك أعلاه بس كبيرا هم ذوكا في السلطة ناس حمقى هذي الحقيقة قالوا كان جاو ذركهما عينولك صحفيين ناس اللي عندهم مستوى الله الله و يجيب لك انت موائد مستديرة من ناس باحثين و ناس مفكرين و ناس كذا من بعد انت تص انت هذه الرداءة ترميها شيء نفسي انت روح شيء نفسي انت روح شيء نفسي انت روح الرداءة باش انتظوك عندك الوسيخة في الدارة باش تنظفها تنظفها بلوسقها نوص نجد صحيح تنظفها بالناس معظم عضوى نضيف الناس في التلفزيه نجد نفس ب attack حمывает مثلاً مثلاً اخراج، توافي المرة هذه اللي داورو خطابة التبو شفت الفرق بين الاخراج اللي داورو المرة هذه والوسمة انت ؟ لا نرى الاخراج نقول لك ما شاء الله ما نشكل متفك مع التبو ما نشكل متفك مع التبو ما نشكل متفك مع هل الخطابة إنه صحيح إنسان عقلي يرى هذا إمجار مليحة للجزائر مهتم تقالي كادر مليح، ملاح، وصان مليح مهتم تقالي مختلفة نحب إن تكون مثل تلك الأول تفهم؟ إن تكون مثل تلك الأول في الحوارات، ونرى الحوارات ترى الحوارات فترى وربح خودري ورحلي سموه في الماريكان حبد الكريم سكار ترى الحوارات ما شاء الله لقد كانت مستوى عالي جداً ويجب انتظر الناس حاطينهم مسخين بهم الأرض وكانت صحفيين رحمهم همشين يا أخو يا راكين عندنا طاقات عندنا ما شاء الله عندنا أميرات والله عندنا صحفيين يسوه يغلاوه عندنا صحفيين يسوه يغلاوه خلي يا أخو الكلمة للكفاعة خلي يا سيدي ينتقدوا ووراها المشكلة انتقد على رفك ربي الناس تساب فيها ربي الناس تساب فيه خلي ينتقد على رحه يا أخو يا ينتقد خير من اللي يروح هو يقتل والله يروح يدير كده أو انتك تسحبله تسحبله في البيصات تكي تعود انت تسكر برك تسكر تسكر من بعد انفجار المشكلة الضركات الثانية اللي راح كاينتك نتجب العربي هذا الناس يكذر عليهم اللي عندهم مستوى وعندهم أفكار وعندهم مشاريع وعندهم نظرة مختلفة عندما يخافون لأي واحد يخرج شوية أجلت طريق فرصة أجلت طريق يقول أن هذا المجادي أجلت سعيد يقول أنه صمت بك ونرى صرف المساعدة ونرى أنه محلو ملك يجب أن يكون أخذ في رأس الحراك أجلت تتفيد لأنه يجب أن تتعني لكي تنقل إنسان فبتن نحن نقول لك هذا الدغبار واحد ما يعرفه ما عليها جموية مدرايو أصبرني 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 هذا الدغبار واحد ما يعرفه بس كعلا هذا ما هوش إنسان مناضل قال مثل نراه قال مثل نظهر قبل هذا الجماعة كان الناس اللي هما ظهروا ظهروا غير من الحراك جمعتك مثال هذا من أفضل فكان هذا الشخص suffered يدخل حاجة المطلق فهذا يوجد الإنس each other بدأthفال Rojas عندما تعnezه ليه Dienst sized ولكن يخاف ولكن يحضر قدام الناس يعرفونه بالليرا هو الزرو كيف كيف لا يستطيع أن يحضر أنا أجب للناس قليلاً هذا النخبة التي نحضر عليها يخرجوا قليلاً على الصف ولكن يخرجوا قليلاً على الطريق التي يمشي فيها الحراك والشعارة عن الحراك والأفكار التي يرى هم متدولة في الحراك لا يستطيع أن يسخط الناس ولا يحوار مع العصابات ولا ينظم الحراك ولا ينظم الحراك ولا ينظم الحراك تكون لديه فكرة أخرى يديروها وشو بغير رايش يتنكز وش دار وليساكري فيه سلدي دار فرجم الحبس قال الحبس كان جنطي معي لم يكن خمس قائق من بعد يجاب داو ايه هذا الدجا هو ذني كيف كيف لا يمكن أن تكون لا اTINق المستوى إذا تمامنا أردت أن تحب أن ترفع المستوى ترفعه إن كان ذلك نقول لك السلطة سأبقى إنهم سياسين فهم ذلك إلا أحبهم فهم ماذا نحبهم فهم ماذا نحبهم قال مثلا أن سنجد صالح فهم سيحكم حكامهم سيتو همت هذة الجماعة اللي رحم ذلكم في الأمن ولا في الجيش والله وما رحم يحكموا بحكامهم وكان جات عندهم هي مثلا قال نيا انت على تغيير يا والله هذا أمير ديزاد والله هذا الزيطوت والله أي واحد فوق الأرض والله ميبان والله لو كان دركهما شوف نقول لك لو كان هما فتحوا المجال الإعلامي على انتيا مثلا مثلا تقمع انتيا واسموا هذا كريم طابو ومن تفقش معه ونجيبو نجيبو في التلفازة تلفازة الرسمية قال أرواح وتكلم بحرية المهم بتاعد على هذيك الأمر هذيك انت على التشغير وانت على القذف أنا سمعتوا اليوم سمعتوا اليوم ما زال لكم في نفس الأفكار التبرو تكلم بحرية غدوة 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 انت يا كي تحل انت التلفازة الرسمية والقنوات الإعلامية هما كانين اللي شوفوها يقول لك كيفش تنتقدني في التلفازة الرسمية شغل انتاع وانتاع بابا القناة عامة خلي الناس تتكلم ودون إقصاء ما تقصي حتى واحد ما تقصي حتى واحد وخلي شعب ولي يقصيه شخلي شعب يقصيه ما لابنا بلي ما زالو والله أعلم منا انت ما تشوفش زعمة بلي كائنة جيها يعني عندها نية حسنة في النظام ما كاش يعني ما كائنة دايما نقول لنا كين بلي كين ناس شرفاء دايما نقولها وكان هذا معارضين يتعاملوا معاهم بإيجابية ممكن تظنوا بلي ممكن تخرجون الأزمة بيان سير دايما نقولوا هذه من نهار الأول ونحن نقولوا فيها من نهار الأول ونحن نقولوا كين شرفاء وهذا الشرفاء يتعاونوهم مع الشرفاء نتعالي اللي رحمدوكم ما يأمنوا بالتغيير الحقيقي بس صحي يكون في الإطار الشفاف والصحيح ويكون عنده عنده أسس صحيحة مشي انت تروح قل مثلا تجيب واحد مثلا على جلباش زيد دخلوا انت في النفق انت على هذو تقول انت زيد شوهو فهمت تحطوا انت تحطوا في المكان كل موضوع تال انتخابات يسمى يعني رأيك الشخص أنا مع المشاركة أنا مع المشاركة أنا مع المشاركة مو هذا ما أريد أن أقول محاك فهمت أنا مع المشاركة بس حي مشي مع المشاركة انت تعال باش تروح انت تعمر أنا مع المشاركة أنا مؤمن مشي غير من الآن مؤمن من سنوات وكاتبها نوار سير بلون شارح الخيار شارح الخيارات نتع التغيير وداير بالخيار الأول اللي هو يليق بالشعب الجزائري هو الانتخابات ولكن الانتخابات تكون بشكل جماعي بشكل جماعي وتمشي الناس هذين تعقل مثلا حزب سياسي وروح مشي معاه والله مع شخص ضد شخص والله منطقة ضد منطقة أركت لعب في اللعب انت احم لا 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 أنا مؤمن بالمشاركة ولكن المشاركة اللي هي تديك هي تسمى طريق للجزائر الجديدة فهمت هذين مؤمن به هذين تستطيع تراقب ويكون جب العربية يكون عندك شعبية والناس وقفة معاك وعندك شعبي ووراك كما ما نقولوش باللي ما يكونوش حتى تزوير ومو تقلل النسبة على التزوير ربسك لا تقدست هي شوف اللي هي البداية لازم تكون بفتح المجال بفتح المجال دقنت كي تكون انت دجا عندك العقلية انت الإقصاء انت خابت تديرها بطريقة شفافة راح تخرج الناس اللي تحوس عليهم انت الحاجة اللولة هو انه لازم يكون انفتاح لازم يكون انفتاح ولازم تكون كما نقولو يكون انسيجام انسيجام في الطرح سمحني 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 تكيدوك مثلا انت تطلق واحد اليوم تطلق مسجل وغدوة هز واحد اخر انت كي ترد تشوف منطقيين مش مقبولة كيف انت منجيها راك انت كما نقولو زعم تدفع للتهديئة أو في نفس الوقت تدفع للتشنج مكنش منها منطقة ميقبل لازم يكون كيف مش نحبسو مش نحبسو الدورة العدالة نهائيا صافي لو لا ضرك اي واحد يشارك الحراق ومبعد يدير جنايا عغوش ويدل حبسو نقولو هذا سيد معتخل عدالة 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 تقول لك انظر هذا العدالة مثلا راه هذا نظار كانت حاكم عليه المحكمة بـ 20 سنة سجن أفهمت أفهمت هل هذه العدالة صالحة لا يوجد نقاش لا لا يا أخي نحن لك الأخ فارس نكمل مع الأخ نرى هذا العدالة نظار مثلا راه هذا ما اسمه نظار قال لك مثلا مكي جا داخل ورواه ورواه قال مثلا ها هو تخل وقال مثلا دارون دواء صحفية قال مثلا جابوا مثلا وكل جمهورية قال ها هو وكل جمهورية راه المحكمة استلمت خالد نظار اللي كان محكم عليه بالسجن وكذا وكذا وقال تعقبوه المحكمة وتصارها شعب قال نظارا المصلحة العامة انت على البلاد اقتضت هو انه كذا وكذا ويخرج وتنور انت الرأي العام انت ذوك الرأي العام راه يشوف شوف باللي هذا السيد حكمته اليه المحكمة يا سيد يا راه هو صالح قيد صالح فوتيف قولها قول باللي راه هو صالح راه هو دار له ميلف وعقبه أوكي المرحلة تعال قيد صالح هذي اسمه ما يقدر يقول حتى واحد باللي كان فيها امور ايجابية ليس ما حاجبين ما كانش عنده حتى نيا احنا نحكوه المرحلة تعال ما بعد القاية صالح مم ذكرنا في مرحلة تعال ما بعد مرحلة تعال القاية صالح هذه معروفة بلي الناس اللي كانوا في المساجين ولا من بينهم انا ما اقري حتى تالي اختخل نظار ولا تعال من القضية اللي دخلوا عليها جلحة الحبس معروفة يعني معروفة بلي كذبة معروفة بلي مخادعة يخوه يقنع بيها الناس ما معروفة انا شوف نقول لك انا هني قلت لك انا هز هاكي ما شغل حاجة انا ذرك وش هو الفرق عندي انا بين بوتفليقة و تبور وش هو الفرق عندي انا ما كان حتى حاجة رايح بوتفليقة جاء تبور ما عندي والو وكان حتى حاجة لمستها وش هي الحاجة اللي لمستها ما لمست حتى حاجة بالمستوان والله اعلم تبون ما نقدروش انا يا شخصيا ما نقدرش نقول لك بلي نقدر نقيمهم اللي كان رئيس حتى وندي عليه يسمى نظرة شفت امور سلبية في النظام وشفت امور ايجابية يعني نقدر نقول ايجابية ما شهية مثلا مثلا هذي المساجين اللي خرجهم مثلا وعلي هتدخلهم وعلي هتدخلهم وعلي هتدخلهم وعلي هتدخلهم وعلي هتدخلهم انا ما عدناش انا ضخمان شككش يعني في كل الش مي وهذه مرة لدينا الناس الذين يدخلون الحبس ومشّدون الحبس القضايا الذين يدخلون الحبس لا يمكننا أن نقول له هذا أن تنتهي حبث في هذه المرحلة يسمى هذا محطاق الرحيب مثلاً أضعي المثال وهو تحديد من الثروة يوجد مثال يوجد مثال في الوزمات يركز الإنتهاكات للحكم القانونية يوجد عشيفة في الفيس بوك أو اليوتيوب هناك مثلا.. اسمه.. راشد نكاز، راشد نكاز محدد صراحة بالقتل ما يقتل القانون الجنائيهه واستمرأنا وننитанها كل ما يقتل وانا نتعلق القانون شخص لا يقتل وانا نعيد تلك القانون أيوه، يجب ان تبقى الناس قتلوا، سوف قتلوا اختيطافات لا يتقل الآن لا أريد أن أبرر لك في كلام راشيد نكاز راشيد نكاز أنا شخصياً أتسمع المدخلات أنا شخصياً كنت ضد الموقف وأتكلمتها بالصوت وبالصورة قبل ما أعلم هيا سأقول لك العادلة كنت تديرها تديرها على الناس كل كيف أنت واسمه نظاري هدد في قائد الأركان هدد فيها تديرها بالصوت وبالصورة ويدخل نورمان عادي فهمتوا راشيد نكاز نعم على الناس كل على الناس كل تكون كائنة عادلة وتكون على الناس كل وش نعم أنا أعطيك مثال مثلاً قضية راشيد نكاز هذا كلي دارك كاريكاتور كاريكاتور اللي تعدى فيها لذات إلهية ومن بعد يخرجوه كان في الحبس كانوا يقولوا عليا ثانية من معتقدنا رايك كان أمثلة بزارة هذولين شفناهم سورة إنترنت يسمى بقاوا محفوظين شوف فوق أنا ما نقدرش نقول ما نقدرش نقول بلي هذا ماشي حاجة إيجابية دارها تبون فوق داراشد نكازي عاقب عليها القانون الجزائري وهو اسمح له فوق ما نقدرش نقول ماشي حاجة إيجابية ما الله أعلم ممكن من هذه النظرة تاعي شدت باللي كان أمور إيجابية وشدت باللي كان نفس الممارتات سلبية أنا ماذا بيا الناس وشدت باللي كان نفس الممارتات في الأمور الإيجابية هما ممشي حوثوا على التغيير اللي أرانجيهم حوثوا على جلبة شيفوت والانتخابات هما بالنسبة لي هما تطمعش أنت في السلطة أطمع في حواج لتحت وتطمعش في السلطة المجلس الشعبي الوطني نظر حاجة لتحت وش المجلس الشعبي وطني كي تكون أنت لديك مجلس الوطني هما ذلك أنت في ذلك في ظل وجود في ظل وجود أنت لا فلان في ظل وجود لا فلان وفي ظل وجود الـ R&D رأي حدوك هذا سفيان جيلة سفيان جيلة لها ذكره يوصل لك والله لا 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 ركحنا إذا دعنا المقاعد فرغة إذا دعنا لا تقاطعنا لا تكشف القانون الجزائري لا تقاطعنا لديك مجلس الوطني لتقاطعنا 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 ما هي اسمه مقري ما هي اسمه زروال زروال ما قالت في 29 أنا كنت حاضر قال بلي الخابات حرة ما فيها حتى حاضرها والجيش ما عنده الأمور ما حولهم يحزنون هم 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 كيف كيف نفس النظام هم 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 وكان الانتخابات المطورة تاع 97 أنا يكون صغير هم 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 داروا العهداء الثانية بعد ما كمل زادوا طردوا الدستور وعودوا فتحوه ديركس ومع ذلك وش من هما ومعه هما ومن بعد عهداء الرابعة وزايدين رايحين العهداء الخامسة لو كان مخرجش الشعب وفعلاً يعني شعب صمدوا هذيك لو كان فوتوا العهداء الخامسة ومع ذلك وذوق وراً أرانا في العهداء الخامسة أرانا فيها بطريقة أخرى تبدل المرحلة تبدل المرحلة تبدل النظام أو مثلاً خالد نظار كان عنده يناف اليونس ومع ذلك كان شينغريحا قائد الأركان كان شينغريحا قائد انتاع القوة البرية وقائد الأركان ماذا يتبدل؟ ومعليش مثلاً أنا أقول لك كيف كيف في المرحلة للإرهاب نقولوا بالله هذا خالد نظار وجنرات وفيق ويقعوا كانوا هما النظام هما النظام هما النظام توافق ونويك هذا الرأي بلهم اللي كانوا يقرروا هما اللي كانوا يدسيدوا كيف يشتم شها كانوا عنا كان هذا العماري هذا كل ما يرحمه كيف يجلبوا فليقم بطريقة صلى مشكلة بيناتهم وخالد نظار كان ينتاقد بوتفليقة واسمه العماري كان مقاب بمفليس كان في الكوتيتا بمفليس ومعروفة هذه العام والخاص يتبدلوا ولا بوتفليقة تقرب الناس شوف هذك هذك طبعوه هذا علي بك بللي شوف كين هذه الدول العميقة وعندها ناس شياطين شياطين هذا العماري في وقت من الأوقات طبعوه طبعوه على جد بش يمشي مع بمفليس ولي كدوه بسك هما كانوا حابوا جيبوه جيه 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 صالح جيه جيه صالح بسك هو في بلو يتوليزيه فهمت هذا التوفيق كان في بلوه لا لا جيه جيه توفيق ما جيه جيه توفيق ولي جيه جيه وميت توفيق من بعد دار عليه ثاني دار عليه بوتفليقة دونك رهي تتبدل الأمور ما رايش باقي في نفس الأشخاص ما رايش باقي في نفس الأشخاص سمعني سمعني شوف هم هذا بوتفليقة موشي كيما تبون هم هذا بوتفليقة راه شيطان شيطان على يديه وكرعيه بوتفليقة لو كان مالمارض لو كان مالمارض لو كان راه الجزائر ماشي كما راه هكذا ذرك بوتفليقة أرغم أني ضده أني ضده ماشي من ذرك من الأول لكن بوتفليقة هذا هو بالمكر انتاعه بوسمه هو اللي استطاع بالتحالف في وقت من الأوقات مع توفيق والقيد صالح استطاع هو أنه يتغلب على بعض هذوك الجنرالات وسحتهم بالواحد كل واحد كيف سحته واحد شراه واحد عينه في كاشي بلاسه والله واستعملهم الوقت كل مرة وسمه باسكو علاه هذره ابن النظام ويعرف النظام ويعرف الجذور بالإضافة إلى العلاقات مع فرنسا مع الماريكان مع الدول الخاليج بوتفليقة اللي وسهة وسهة لمرض تالي ما يقدرولوش هم بوتفليقة وسهة لمرض نيضام احنا قولو نيضام يشوفو بلي مجموعة أشخاص أشخاص تغيروا بسحة سياسات مزالت سياسات مزالتية نفسها مكان اش مكانها حتى حاجة تغيرت تكي تروح لك انت مثل الكونسولة هم رام قال مثل نحاول الكونسول ايه وبسح الكونسولة ما زالها ما زال كيس السياسة سياسات مزالتية نفسها هم الله أعلم نحن نتمنى والخير يا رائع بسيطة ننسينا ناناليزي وحدة نسينا نسمع للناس كامل ونتمنى والخير الحاجة اللي فيها الخير ان شاء الله عرب يجيبها بسيطة شخصيا رأيي شخصيا حاليا شغل باللي لاناليستاعي كيف فكرتوش تقع على الاحداث كرش الاميسرا وكيفش اني نشوف باللي كاينة الخرشت واحدة لها كونكوليزيون يقول باللي كاينة كما قلت لك بلا ناش شرفاء في النظام ولازم يقابلهم كمام يقابلوهم ناش شرفاء في المعارضة ويسيوا كيفش بالعقل على البال يبري الأمور مراش تفرها في عام بقى عشرين سنوات تعبوا تفليقات وزيد عشرين سنوات عشر سنين اللي قبلها تعرهاب وطاركم هالمشاكل هذو ما راش ت يتريق له في عام ولا انا ماذا بيا الناس يكونوا عندهم مبادرات ايجابية ما شوهوش غل السلبية مان بيش هاتا مشكينا انا شخصينا انا بجلال بسفة عامة بسفة عامة بجلال ارادة صادقة ارادة صادقة وطارك الناس فعلا راح اهمتها البلاد وتحوس على مخرج حقيقي رب يوفقهم ماتوق والله والجيوش والجيوش العالم كامل توقف ضدهم الله والله موسموه فهي تكون الناس راح تسعى للخير رب يوفقهم كل واحد قادر ربي يجيب له ربي مرض يشلو يشلو يخليه مضحكة قدام الناس ولكن هو انو الناس تمشي في الطريق الصحيح ان شاء الله ان شاء الله تكوني يمص هذك العدوانية بين انا شت اليوم مثلا هذي وكملو بسكو جعل البالي انا اطول تعليق وكملو بسكو جعل البالي انا اطول تعليق المدخلة تعطابوليو يعني ايه يهدر بوحد لايان واحد لاسمعتوش اهدر على النظام ولازم يروح ولازم النظام يا كريم خاف ربي رام رام ديجان دايرين بيك ورام يستمعوا لك ورام يكون شوية عقليني يكون شوية اهد الامور مد افكار مد حلول ما تبقاش غيره يرسقط النظام يروح النظام او يروح نظام كيفاش يروح نظام يروح يجبوه كل مفتحتها المرادية ويرموه فلاقروند بوص ومبعت شكون شكون اللي راح يفو با ماشي لازم تغلق على روحك انا ماذا بينا لو كان مد والله العظيم غور نفرح يعني لو كان نشوف مثلا خال واسمه راشد نكاز مثلا هال الناس يرام يبانو راشد نكاز دار مجموعة ودار حزب سياسي ودار ديليس ليبري روح يبارتيسيبو في التشريعيات ماذا بينا نشوف كاريم طاب وكيف كيف ماذا بينا نشوف بو مالا وجمعت وكيف كيف بو شاشي هذا بينا نهارو نشوفو بللي هذ الناس عندهم شعبيين تاحهم والناس صوتت وحقروهم ونحاولهم يعني ثم كيف تخرج الشارع عندك باين على شارع خارج الشارع لو كان سمعت الكلام انتاعي في المداخل اللولاد وكان معاوتش الهضران لا ما سمعته واشو الله ما سمعته ايه شوفو نقولك اسمع دركا كي الناس اللي هما يمارسوا في المعارضة من أجل معارضة على بالهم برواهم على بالنو مشي من أجل معارضة يمارسوا في المعارضة ومرات هما يصعدوا هم هذ الناس هما لا يؤمنوا بالانتخابات شوفوا ياهدواوا على الديمقراطية بس حمو وهمش ديمقراطية وانن هذرك انا على الاسماء اللي ذكرتهم شوفوا ياهدوا على الديمقراطية اوما فيمش ديمقراطية يهدوا على النادانية وما همش مدنيين يهدوا على الانتخابات ولكن ما امنوش بها Lon't هذا هو ما يستعملوا في هذك الغضب وحبين يوضفوه من أجل التفاوض مع السلطة في مرحلة ضعف شي في مرحلة قوة يستعملوه في مرحلة ضعف باش هما يفرضوا الشرط انتعهم وكان الناس اللي هما في السلطة نفس الشي حويسوا على جل باش يبقوا في السلطة يستعملوا في جميع الأشياء من أجل إقناع شرائح من المجتمع على جل باش متقاطع الانتخابات باش هما يبقوا متمسكين بالسلطة لأنه عارفين في اثنين هذا الجناح اللي راه هو في السلطة اللي خاف يسلم السلطة وهذا الجناح اللي هو خارج السلطة ايه هذو الانتخابات ما تخدمهمش لأنه الانتخابات انتخابات راه رايح تظهر لو كانت تكون انتخابات ما فيهاش اقصاء وفي هاته نفس شريف فانتو ما فيهاش تزوير وفي هكذا رايح تخرج اطارات رايح تخرج وجوه جديدة رايح تخرج كفاءات وبالتالي هما يسعى وعلى جل باش ما تكونش الانتخابات هالي حمدتو من الجهتين هادو وهادو هادو 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 نعطيه لك كامثيلة من الواقع مثلا في البلدية انتعنا بحكم هو انني ابن البلدية المواطن درك هو ميشوفش تبون اخطبو قالو 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 يشوف على ارضو قال مثلا رايح كاينة قائمة انتع سكن في البلدية رايح موزعوا السكن اشكون اللي اداء اقول لك هذا كل دفنان والله انا عظيم وانسان زوالي والله غا يستاهل والله غا فرحت له فرحت له من قلبي فهمتو والاخر ذيك قلتك سبحان الله شوف سبحان الله مسكينة مطلقة وراح راجلها ماتو كذا والله العظيم غا فرحت لها اعطوا لها سكن استاهل فهمتو الشعب رايح يشوف رايح يشوف رايح يشوف يرقب لاخره يقول لك شوف سبحان الله هذي كانت البطالة شوف قاعد 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 ومبعد شوف فتح عليها ربي ولا رايح يطول ومنصب بالله يستاهل بس احكيت شوف انت يا في المقابل تبون رايح يهدر لك وفق وفق لأحكم الدستور وكذا وكذا وفي حريات وفي كذا وفي عدالة وفي كذا ومن بعد انت تلتحت تشوف والله هذك شوف سبحان الله هذك متزوج عنده خمس ولاد ما اعطاولوش سكنة وهذك سيليباتار اعطاولو زوج أبطرتمو هذي بلاد ذرك هذي هذي بلاد هذي وي وي حاق تأي يا ذوك لما تخطب على الناس تحت في التجسيد المواطن رايح يشوف رايح يشوف الطريق كيف شراها كيف شراها ويشوف التعاملات في الإدارة كيروح للإدارة يستخرج مثلا واثيقة كيروح للمستشفى كيفاشي يعالج كل شي بالتالي يذو كنت هذي هذي بدون المشاركة انت الشعب ومور دي ما تتغير من البلدية انت كيكون رئيس بلدية في خدمة مصلحة انت الشعب يغير لكن لما يكون هو في مصلحة النظام يقول هو يطغع للشعب ولما يطغع للشعب هو ره ريح فيما بعد يخرج الشعب للبرة للشارع الشعب عليها يخرج للشعب يخرج لما تكون هي الطريقة مجموحة وما عندوش مستشفى والنظافة مكانش والبناء ميس والرشوة والقوية وكل ضائف الشعب هو ما يقاش الوسيلة اللي يعبر بها والإعلام مسكر يقول هو يخرج ما زالوا الممارسات هذو كثيري هذول الأمور أنا هذي اللي حبي نقول لك نشوفوا ممارسات سلبية وما نطل نشوفوا ممارسات إيجابية وكل واحد إن شاء الله إن شاء الله الناس كما يقولوا الخير ومنهم اللي يكون عندهم يد بش يقدروا يحقوا الشعب هذا وش رأيت منه وعظمك مسمح نفغو التعليق وصمار ما كاش مشكلة يحطيك صحة قصرت معك شوية ربي بارك فيك ما كاش مشكلة شكرا بارك الله ربي بارك فيك شكرا صحيت عيسى عني نستنى فيك إليك شما تحبت همت عني نستنى فيك عوّاس نحن لك نرمم مورك لحقت للدار همت عني نستنى فيك إليك نرك الخط نزيد ونضع ونختم الدردشة هل يشك ايسى والله ما واحد من الإخوة هكذا اللي حبي اه الاخ بديس ايه كين من هاه مهم لك ما كين واحد من الإخوة كذا يحبي يضيف حواج هكذا باش نختمها الدردشة هاي ها رأنا تكلمنا بما فيه الكفاءة هاي قل لك عيسى اللي هاي سيديد وكننا بعثوك اللي هاي أصبر شو ها أولي هاي هاي تراوس يا الله كريم هاي دي واحد اللي هاي هاي يا يا هاي أصبر هاي رأك يا خرين تعبتنا نرى مموحة حرين انت يمن يش عار كيف هاي ترجمة نانسي قنقر 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 فيديو اللي وصلت اها هما يمكن كما تحكي مجموعة انتو عشابا تحياونا قالوا تحيا للجالية كلها يعني اه تقصد في الفيديو هذك اه تقصد انا شفته عجبتني شوفت فيها اجمة وطنية اسلامية وحدوية يعني بصح كانت ناس تخوفهم الكلمات هذو سمعت بصح عجبتني الكلمات التي قالوا يا ربي قالوا خرجنا وتحدينا ومن كل مدينة جينا على ذلك عجبتني الكلمات حاجة حاجة جديدة من الشرق الجزاري غير نسمحنا ما شي عسكري او ما مقالوها من بعد بصح البداية كانت مليحة خرجنا وتحدينا وجينا من كل مدينة يعني يعني كرسالة واضحة انا قريتها هكا بدون اي رسالة لكل وطنيين يعني لازمنا نتحركوا فيها يتحركوا فيها بسا 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 ما لازمش الانسان انت يشوف مجموعة انت عربعة من الناس يدير هو على شعب نحضر على الحراكة الجموعة راني نحضر على السلوغون وكانوا يحاولون يصلوا بأي طا يعني كانوا منظمينه كي ما كنت تقولتها بسا حانا الكلمة يعجب يعني الحراكة ميجي من كل مدينة من كل بلدية هذا هو انت لقوا كون ويخرجوا الخيرين تاع هذكو البلدية ويطلعوا ما يمثل طابوا طابوا انا ننصحوا منظك يروح البلدية تاعوا ويرشت البلدية تاعوا وذلك احنا با يفرضوا علينا اي واحد ان كان سواء كان وطني والله كان علماني هذا هو الحل اللي بكنت بغيت تقولوا الاخ اللي كان معاك كان يسقصي على الحل جلقي ما قلت البارح قلت لازم يكون توافق وتوافق بين ثلاث ثلاث اسمهم ثلاث عباءات العباء العلمانية والعباء الإسلامية والعباء الوطنية لازم الناس يتلاقوا ويبدوا هم يتفاهمون التوافق ويخرجوا الشعب بحاجة وبالنسبة للحل الثاني قلنا لازم تخلي على الأحزاب الأحزاب أنا نطلب منهم يأخذوا وقتنا قهان تاع أسيديهم ما نعاقبوه مش بزاف ثلاث سنين والله ربع سنين يروحوا يخدموا نادو ستور يتلاقوا في السفير يتلاقوا في الأوراسي يتلاقوا في قاعة حرشة ويحبوا يتلاقوا يدروا نادو ستور يأخذوا في الجزائر وإحنا أخليونا نظمور وإحنا هما يجبدوا بها يخطونا من التفريقات كل واحد يقول لنا فوله طياب إحنا بغيين كتلة وطنية وإحنا عامل جماعي كما تقول أنا أصده عامل جماعي ينبض من البلديات ولكن البلاد يمثل ميورد لغ ولد البلاد هذه هذا ما كان دار كوزينة نا موحد مشكله دار وكوزينة والبلد رحل هاوية خلونا السعف نخرجوا من هذا المشكل هذا نظمر وإحنا نحط نحط ناس قلش المعادلة اللي عين نلقوها الرجل المناس في المكان المناسب وننطلقوا ولكلما انت تتبون هذا حتى ومعه الجيش كما يقل يقدر شي يمشي تحت كما كنت تقوله الكلام زي والواقع زي نفس الشي رانا في عقلية مورسي رانا في مصري زادوا بتاع الجنسية هذه راه راه اسم كشغل رانا راح اديوكم الحكم في مصر ومع ذلك احنا العقلية الجزائرية والجيش الجزائري والعقيدة الجزائرية تختلف كثيرا على الجيش المصري وهما راح يديونا لهذا وزيدوا يخلقوه كان الناس الطرف هذا لازم يبان اجمع الطرف هذا اللي يخلق القانون الجنسية وخلق لك الدحدوح وخلق لك نمبرت كوا لازم يبان هذا ما كان وبا يبانوا الناس الناس تقفلون لهم تطريق وبا تقفل لهم تطريق لازم تذهب لانتخابات وقبل ما تذهب لانتخابات تنظم روحك هما ما ينظموا في رواحك انتوما لا ما تنظموا في رواحك كوطانيين وإسلاميين وعلمانيين اللي يقولوا احنا مهمشين نموذوروا نوذوروا 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 نحكيهم ادخلوا الحراك حتى هما انتوما توغلوا فيه بسح بلا عياط بلا سب بلا ناس يتارب بعضها يا صاحب هذا ما عندي الاخنا رضينا نبرك على السيد وبغير تعلقنا على الحياة والله ما عندي راني من الخدمة جيت في الطريق ما على بريش غير لي دو فيديو ولي ولي مشتمش كامل 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 بس عجبوني انت عتيزي وزي وانت عقصنطينا شفت شفت با يجبتني الحقيقة يعني ما عفتش تمكل ولا مشتمش أنا والله ما زلت مانيمة احنا الحراك يلحقنا للغدوة بدأ ما شفت شين ما شفت كل التسجيلات شفت مجموعة هكذا من التسجيلات وكنت علقت عليها في المداخل الأولى نعم على جير باش منظر نعود في الكلام على بكر عندي واحدة من راحة دير في حالة برستك احنا اسمع عام عام الغربا كنت في لبنان وعندي سطر في سنية كيما انتهك وكان يخدم معايا واحد المصري قال لي قال لي يا عيسى أنا نصحك وش دير انت على بني ما عندك شادي خلاص قال لي رح جيب جيب زيت الزيت بتاع للي ثران زيت الله عظيم اني احكي قصر ايوه لي احكي لسيد على بو خرص على غير بو خرص تغربوا الله اسمع احنا ماوش وصلنا اللي تغربوا يعرف اسمع قال لي رح جيب زيت تاع الفرا يا اخويا وديروا في قطنة وحطوا هم احنا قطع فيها البراصة التي كنا فيها جبل السينا به تغربوا بالطلافين لازم بيجا هل خمتة سوية ولا سينا اسمع احنا هل احنا 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 بيها حتى الغضو الزيت الفرا ليس% رائع أعتقد أنني أعتقد أنني أفضل كنت أفضل كنت أفضل وأعتقد أنني أفضل أفضل مهمة أفضل لأنني أخبرت أنت لا يستثقب لأنه يذهب لها وليس أترك لا يتوقع أنا أعلم ستجعل معي نجد جاناسي معمد انا ما أقول أنه التعليف سبل ليس آه وعلى سيارة سيد الأخي كما تتحدث عن هذه الخرمات أنت إذا كان نوعي لدوليبران لا تجعله ماrot دونتس يجب أن تكون على المترجم على النشط يجب أن يكون على المترجم منيما يا أخويا روح تتعلي حنا على باك الهدى عن وحد السيستم هنا على باك عجبني بسهل الهيالي زيرجانس وعلى جل يا أخويا نحكي لك وحد السيستم يا شوف منها يعاونه الطلابه التحم ومنها يداويه الكائنين انا تتعلي الهدوية هي الهدوية كي يوصل صوات نتواية، صوات نحية، كما يديروا الكتولي كما يقولوا الناتواية، كل شنسيسات تعرفهم اسمه دونتيس، رح يتخرجوا دونتيس قلت يا ربا، ليت قومي على مول اسمه، ما عندهمش اسم دونتيس، وكاين تروح تعالبريفي هذا كبيرا احنا ارخص، ارخص درسة ستين دولار هادي ارخص يا ربي فرج مهم، الأخ عيساء، شما تزيد تقول انا الحراك لازم يبقى، الحراك يبقى ويتنظم أكثر لأول نطلق Señor المطالب جماعية، بقيتش هذي تعرفيه قوية، خلاص أقول которlass لات wenig يقول بس مرمال نعم عندنا السعر عندنا خطوط عارضة وشي هي الخطوط العارضة أننا نقف في الطريق في التحكم اللي كان منذ تلفي سنة اسمنا درامعك شوف تأذرك هذى الناس اللي يراهم يخرجوهم في الحق أو من حقهم من ساو ولا أي فئة من فئات cooperative من حقهم على جل باش يخرجوا في الحركة على جل باش يطالبوهما بالحقوق متاعهم لكن مش من حقه باش يفرضها من حقه باش يطالب لكن انت باش تفرض اشياء تفرضها من خلال اغلبية شعبية ومن خلال تشريعات ومن خلال قوانين ومن خلال قلب الامان ومن خلال انت يا نظم وكثاء مجيش انت ذوك في الشارع باش انت تفرض قال لي تهزلي ذوك انت مثلا مجموعة قال شعار ذوك اي شعار من شعارات هما راهم يتفاهموا عليها الابانس ويردوه ويجيوهما وجمع يروجوا لهم على جل باش هما يعموه ويقلبوه قضية عامة لا لا يا صاحبي ترك في ربعة من الناس ويقعد في ربعة من الناس مجيش تحوش انت في ربعة من الناس تهم الناس وتهم العالم باللي راك شعب مك شعب خمتة تذوك هذي الفئة في اشعال هما خمستاش عشرين مياه ألف ألفين ومجتمع فيها راك شعب من ربعين مليون مك شعبا ولل عصبي يهي هما ذوك هني ويسراني هدرتها قبيل في المداخل الاولى وعاو تكررتها للأخ كيني الناس اللي هما الانتخابات يخافوا منها ما همش يحاوسوا على جلبك الامور تروح تمشي في هذاك الاطار هما حابين يستخدموا الشارع من أجل فرض هذيك الامور يفرضوها يفرضوها مش يحاوسوا يديوها بالانتخابات حاوسوا يديوها في اطار تعكوطة يديوها في اطار توافق مع السلطة السلطة تكون في مرحلة تعظوف هما ما ممش يحاوسوا انه تكون السلطة في مرحلة تعقوة وتكون كينة انتخابات ما يديوش تاغدوا لو كان يديروا سبعمائة ألف انتخابات لو كانت تكون الانتخابات حرة وشفافة الشعب براني قلت لك رايح يفرض التوجهات اللي حكيت لك عليها كينتيار اسلامي محافظ كينتيار وطني وكينتيار علماني ولو كان يجتمعوا هذا التيار الوطني هو الاسلامي العلمانيين هذوك يقعدوا خمسة في المياه في الجزائر كيتطير للسماء ما مرح يديروا والو دونك هما هما الانتخابات ما يقدروا لهاش فهمت ما يقدرش الانتخابات هما يحاوسوا يفرضوا أمر واقع عن طريق الشارع وذوك هكتشوف بهم ولو هما عن طريق الشارع ولو يفرضوا في أمور صارت دورك حتى قال دورك مثلا واحد يحبو يشوهوه يشوهوه عن طريق الشارع ما يقدرش هو يروحي قال مثلا دورك يجيك قال مثلا في ديباء قال مثلا مو ناظرة هكذا ما يقدر لكش هو وشي هو اللي يديلك وليستخدم لك الشارع يهزلك بندرول ويبدأ يروجلها قال هاذاك هوا دياراس هوا هذك كذا هوا هذك خداب مأام هوا هذك هام شراوه هام هكذا بس هما يقدر لكش هو بالأفكار قال مثلا تتناقش نتوياه ويقنع الناس ولا مكانش هوا ما ذكر هم يستخدموا هذو جماعة عندهم هذو اللي جماعة نتوع الأجهزة يستخدموا في هذك الأساليب وهذوك في المقابل نفس الشي يخدموا في الأساليب نتاع الجماعة نتاع الأجهزة الأمنية وهما في ثنين قلت هانا منقبين وزلنا عاود نكررها في ثنين هما الانتخابات والرأي العام هذانت عشان ما يخدمهمش على بل هم بها هذوك حنا أنا نزيد نعطيك مثال باتنا مكان والو كيف ها مكانه ما خرج والو ما زيتمشت لي فيديو بسحل الأخبار لي عندي مكان والو باتنا آه وين خرجو خرجو شفت لك أنا ما تخلكش ما زيتمشت يعني ديركت معاك خرجو أنا شفت قبيل الناس بسحفة عين البيضاء شفت خرجو خرجو ناس خرجو خرجو في عنابة خرجو في في قصمطينة خرجو لا باتنا جاية في المريخو أهلا معلكم معلكم السلام أهلا الأخ اسمح الناس نوردين قبيلات سرالي واحد الخلال آه ما عليش عشي في الانترنت في البرطاب آه ما عليش أصبر رأيسا شوية بركشوفوا ترام على الأخ هذا وسموه وش قبيل كنا كنا نهضر على الطيار وكنا نهضر على هاد الناس الذين يدخلوا في الحراك ومرامجة مثلوا غالبين الشعب الجزائري آه الناس الوطنيين والناس اللي راحبين تغيير الحقيقي آه دروك آه إذا مشينا كما كنت تقول انتخابات يبانوا هاد الناس الحجم انتخابات هاد الناس اللي راحبين سؤال لما تروح أسوال الانتخابات وكان حتى نمشو فيها هل هي يعني راحب تكون نازيها باش يلا دخلوا فيها الشوراء فقدروا يوصلوا كيفاش عاود لل يعني الانتخابات آه الى كانت هاد الانتخابات هاد الناس راحبين يديروا كما قلت نتاشي اللي راحبين يفكروا به ماذا بهم هاد الانتخابات ما تكونش على خطرهم ما ما عندهمش واحد القاعدة شعبية اللي تخليهم يوصلوا يعني آه نفرضوا سيدي حنا نمشينا في السيناريو الزاوج اللي هو الانتخابات كان اكماعي يا سينورتين هاد الانتخابات هدي كان تشريعية والله المحلية والله مانيش عارفانا اللي سونسية الانتخابات نبدي وقال لك تبونا واحد البرلاء ما نودار تشريعية لك تشريعية سيتوطة في نورمال يدخلوا فيها الاحزاء وممكن وحدين يكونوا يعني احرار مترشيحين احرار وما الى ذلك هاد الانتخابات هدي هل فتكون نازيهة باش تفرز لو كان حتى يدخلوا فيها الناس نوزها كما الاخ اللي كان قبلنا كان يتحدد قال لك وكان يديروا طابول جماعه وقد يدخلوا بالاحزاء بنتاعهم أسكرت انتخابات غادي تكون نازيهة ولا لا ولا نفس المعادلة موجودة في الساحة انتع النظام يدير شي اللي يحبوه شوف ما هوش طابول اللي يحدد النزاهة هو ولا بوشاشي ولا اي واحد اخر لك انا سبيل متل ما دخورش انا طابو لا لا انا نجاوبك بالصراحة وبالفصاحة ما هوش هو اللي يحدد النزاهة انتاعها هو ولا اي واحد اخر السلطة كتكون عندها هي ارادة صادقة هي نورمال ما كتلك انا هي رعا عملية التصوير راها دجا بدات راها دجا بدات تاثرك كي تقول لي مثلا انتخابات الرئاسية وكننا عاود نرجع لك انتخابات شرعية انتخابات الرئاسية النهار اللي هما داروا هذك كريم يونس وداروا هذك شرفي وحدوا هذ الناس اللي راهم رايحين هما يشاركوا كمرشحين هي بين النتيجة بينها را نتكلمنا عليها وعطينا اسم تبون قبل وسمه انتال انتخابات الشرعية لامام شوز انتال انتخابات شرعية لو كنظرك مثلا انت راها عندهم هما ارادة حقيقية من اجل التغيير المفترض قبل من انت تروح تحلل برلمان قبل من انت وسمه تعين الحكومة هذه الجديدة المفترض هو انه يسبقها حوار نعم يسبقها حوار را نشفنا الخطاب انتعو خطاب دون المستوى خطاب دون المستوى انتاذرك كي تروح انتاب هذا النفس التشكيلة راحت انتظر في نتائج جديدة ربما يخرجوا ذلك مثلا حماس قال مثلا يخرجوا يخرجوا وجوه جديدة يخرجوا وجوه جديدة متو على فلان يخرجوا وجوه الوسمو ولكن نفس السياسة ونفس العقليات ونفس الاسلوب رايح ذلك مثلا انتت ولي تصنع شخصيات واحد اخرى هذا مكان ومع الوقت بعد خمس سنين عشر سنين نعاودون نبقى راح مقري وراح الاخر ذكت على فانا وراح انتع على الارسيدي ولكن رايح وخرج لك خرج لك واحد اخر فهمت سب احنا هذا الشي اللي نحووس عليه هو انه نشوف ممارسات جديدة اللي تثبت باللي السلطة رايحها ماشية الجزائر جديدة لحد الان السلطة هي اللي راه فيها الحكم الحكم ما وش في يد وش اسمه في يد واسمه طابو ولا في يد بوشاشي ولا في يد ايد واحدة السلطة هي اللي راه في يد هالحكم هي اللي عند الاركانيات هي اللي قادرة قادرة وتديرها يعني اجبدناها كمثال غير فقط في الاخراج هذكت على التلفزيون يحبوهما يديروا يديروا حاجة داروها وحنا حنا حنا رانا قلت لك من الناس الموضوع متفضل سمح لي سمح لي كلامك هو الكبير سمح لي نقطع لك باش ما نعبلكش بزاف من وقتك وتجاوبني دروك السلطة السلطة هي اللي رفيدها التغيير هي اللي قادرة تفتح المجال سواء الاعلامي سواء المجال السياسي قادرة تمشي في حوار جاده لماذا الخطر هي اللي عندها الوسائل في ديها هذي رانا متفقين عليها ولكن احنا رانا نشوفه ورانا عارفين ومن خلال استقراء انت على التاريخ انت على البلد داعنا وكامل بللي هاد السلطة مراش حابت مشي في هاد المنحة هاد ما راهاش دور على هاد التغيير هاد ورانا نشوفه طبعا كما كنت تقول كاين شو رفاء في البلد ولكن ما يرقاوش للمستوى والمسؤولية العليا باش يحدثوا التغيير كيفاش نتعاملوا مع هاد الجو هادا باش نمشوه للتغيير انا في النظر ديالي ولله العلم نشوف باللي في الوضع يارا هنا في هاد الحالة اللي راه تعيشها البلد من التأزم ورانا ماشي انا دخلين على بالك المواد الغدائية والسوالح الليش هرامين سواء على بالك كاريت كاريتا الزيت البارع عبرتش حالوش للتربعة وتسعين هالف زيت الزيت تطريد ستنا كاريتا هاد الحالة هاد اللي راه تعيشها البلد دروك باش نمشوه من الاصلاح الاقتصادي واصلاح الاجتماعي ويخصنا واحد الاصلاح سياسي لا يمكن تمشي تقعد بها الممارسات و البلد تصلح دروك هاد الاصلاح السياسي كاش يبدأ ولله العلم يخص شوية تضحية شكون ولي يضحي يضحي الشعب هاد الشعب فيه كما كنت تتكلم تتكلمت واحد الكلام ما شاء الله فيه النخبة فيه العلماء فيه العلماء انت عدين فيه المفكيرين فيه من يجب انت عالقانون فيه الهندسة الاطباء كل الدوج وفي كل ولاية يخرجوا هاد الناس يشكلوا تشكيلات وهاد تشكيلات هادي هي اللي راح تمشي للحوار لشد مع السلطة لحقيقة انت السلطة راح بالحيوة وهنا في هاد الضرف هاد الحراك يجبوا يفهم هاد الناس اللي راح في الحراك يجبوا يفهموا بلي خاصة مثل من النخبة انت عام ماشي عاود نخبة تخرج عاود يبدو يخونوا فيها يبدو ينسكوا هادتوها ويحطوها في دراس والحلي مكيني هذا هو الشيء شوف نقولك هما ذلك الناس ما لازمش تكون عندهم عقدة الخوف فهمت لانك انت لما تولي تصير انت عندك العقدة انت الخوف هو انك انت تقول الغدوة مثلا انت راح انت الترشح يقولوك بلي انت هذا راح انت انسان بزناسي وهو هذا هاو كان يستعمل في الحراك وهاو كان هذا على باري بالعقلية انتاهم نعرف العقلية انتاهم تا قلتلك انا الحاجة اللولة الخطوة الاولى هي من السلطة هي الخطوة الخطوة الاولى تكون من السلطة بحيث هو انه تقوم باجراءات مش انت ذوق انت تروح تهزلي واحد ذوق انت من السجن تطلق واحدة من السجن وتهز واحدة اخر شرط السلطة اول شي هو انه تطلق هذا المسجين كامل اللي تهزوا في الحراك كامل بدون استثناء وهذا مطلب شرعي تطلقهم هذه الحاجة اللولة الحاجة الثانية هو انه يفتح المجال الاعلامي يفتح المجال الاعلامي في القنوات الرسمية بحيث هو انه انت متراش تجيب لي انت يا واحد راسهم سكروا تحطوا لي انت مع كريم طابو سي نرمال رح تجيب لي انت ناس اللي رعن في المستوى اللي يقدروا ذركهما قال مثلا غدوة كريم طابو يواجهوا يواجهوا بالحكمة ويواجهوا بالموضوعية ويواجهوا بالطرح ويواجهوا بالافكار ويواجهوا بكذا من بعد انت كي تتحاور اللي انت معها شخصيات سياسية وشخصيات عندها وزن وهذه الشخصيات راح تتحرك راح تتعاطى ايجابيا لما تكون فيه ارادة حقيقية فيما بعد انت انت رايح تقنع شرائح من المجتمع من خلال هذيك الاجراءات اللي انت تقوم بها تذرك هذا المواطن اللي هك انت كنت تعكيلي انت هذي انت الزيد كان ببستة ورابعين الف ولا بستة وتسعين الف المواطن انت اجراء كما هذا الهدر انتعك ذي كم يرميها تماما فهمت ما يستعرفش بالهدر انتعك لان انت الخطاب انتعك راهوزي والواقع حاجة واحد اخرى لازم يكون فيه تناغم فهمت كنت تناغم بين الهدر انتعك وبين الواقع كنت تخطب على حاجة فكتب انت قل بو مدين مثال برك كيان الناس اللي هم ربما توجيحهم نهاراً يهدر مع هذك واسمه طالب في الجامع هذك وقال له سيد الرئيس عطينا باش نديره احنا باش نكون سيو الرئاسة البلاديات وكذا وقال له هذك الكلمة قال له شوف اهدر له على رئيس بلدية قال له كان اسمه يتأكد قال له 24 ساعة ما يقولش في البوست انتعوه ويقرر ويدير فهمته يدير يفعل تهضر لي انتا تقول لي انتا في الدستور والدستور وكاين حريات وبكري ما كانش حريات والمواطن من بعد هو يرح يدير طالب انتا تجمع ما تعطيلوش طالب انتا ترخيص انتا باش يدير كذا ما كانش ويشوف المقابل المطبيلين والوسمون يقول لك يا صاحبي انتا يرش منها مشكلة صراحة لازم لازم هذ الناس اللي يراهم في السلطة اول شي هما انه يكونوا يفعلوه افعال محتاجين الى افعال محتاجين الى سلوكية نشوفوها في البلدية وفي الضائرة وفي الولاية وفي القنصلية وفي المطار وفي الميناء وفي كلش في الطائرة في الحافلة في كل مجال تشوف انتا الأفعال تشعر انتا باللي فعلي نرى ان يماشيين الجزائر جديدة الصور اللي الان راه تم تسويقوا هاليوم تنبئ باللي الجزائر راح تعود تكرر المأساة اذا كان بقينا في هذا الطريق انتا التصلب انتا الناس في السلطة راهم يدعي يدفعوا للتصعيد انتا في هذا الوقت انه الشعب ينتفض انتا توثير هذا النقطة انتا وش اسموه انتا هذه انتا الجنسية حتى الى كان الحركة والله والله اسموه جيهات هاك تشوف نتائج السلبية انتا هاك تشوف اليوم في الشعارات كيفاش الناس تهضر فيها في عدد من الولايات اعطيت لهم انتا الفرصة على جل باش يستعملوها وهاك تشوف انتا اللي مأمنين بالتغيير والناس اللي يراهم ذرك هما قال عندهم احزاب وعندهم جمعيات وعندهم كذا هذو صاروا يخافوا فما بالو كنت الناس تعال السلطة هذو الناس اللي يراهم محسوبين على المعارضة ورهم هما خايفين اللي يتكلموا عليهم اللي يقولوا هذو رهم يشيتوا للسلطة وينما بالوك انتا بالناس الاخرين تا لازمك تفتح المجال على جل باش انتا هذو الناس اللي رهم عندهم افكار وعندهم مشاريع وعندهم مبادرات وعندهم خطاب اللي هو ينسف ينسف هذك الخطاب انتا الحقد وانتا الضغينة وينسف هذك الافكار السامة ويحول هو انك انت هذي الشباب انت ما تبقاش انت تلعب للوع العاطفة انتا عوه وكذا شباب ذكراه وذرك هو يحوس يحرق يحوس يهرب لماذا؟ لانه الافاق مسدودة هكتشوف غا في بداية الحركة في بداية الحركة هذك الوسمونة تعال الحركة تراجع 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 لماذا؟ لانه الناس بدأت تشعر باللي كين فيها امل لكن الان برك انتا لما يشوف واحد انتا حيته كامله ووراه ويخدم في مؤسسة ومن بعد الافنت كونت يلقى روحه وباللي يتصور انتا وعلم رنتا ويلقاهم في الفيسبوك هذي قاعد يفكر لك في البلادة قاسم من بالله ويلقى طريق التل ابي بغير يروح قالي نحلفها لك على المصحف والله لو كان يلقى طريق التل ابي بيروح المفترض هو هذي ممارسات راه 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 ومامشي خمو فيها بتي زاز تبعثلي انتا واحد المرتزق تبعثلي انتا الفوتون انتا امرا انتا واحد تبعث له فو MOD والله سمها عائلات صاروا الناس اللي ينشروا فالشذود ساروا الناس اللي وينشروا فالفساد الاخلاقي ساروا الناس اللي هما ينشروا في الإجرام وينشروا في الدياثة وينشروا في الحماقة وينشروا فالرخص هذي ك enfim والناس أبناء العائلات وأبناء الأسول صاروا متخبيين يا إلهي يا ربي ربعة كما قالوا هاش كل شيء هذا مدروس مدروس من طرفهم باش تجور يخليوا لالجريا يشوف باللي الواقع دياله هو هذا صار الساجين كأنه جاي من العمراء كأنه جاي من الحج عوض هو أنه يستحي راه كان في السجن وراه أجرم وراه كسر وراه سرق وراه دا صار المفترض هو أنه يستحي من شعب صار الساجين كأنه العربي بن مهدي راه ولو يوسيو فيها والعربي بن مهدي لماذا؟ لأنه من هذه العقليات هذه العقليات اللي هما خلوا الناس خلوا الناس وصلت هذه المستويات حطموا المدرسة، حطموا المسجد حطموا الإعلام، حطموا كل شيء وخلوا الشعب لقمه تلقى تلقى وزيرتها قافة يكرم حشاب ويطلوا علاش واسم الدار واسمه الإنجاز اللي دارو وجمع واحد الناس مقام الشاهدة في الانيفرسارتها واسمه يوم بعد واسم جبت للبلاد واسم عطيتني مشروع مجدامع عطيتني ما نشعف نحل إبتكار خدمت حاجة عطيت بعت دكتورة يخرج البلاد بحل الإزمارات فيها عطيت مكانش يشجعو في هاتفاو في هاتفاو وحدات تبدل لغو ديالة في انستغرام تهدر كيما الرجال تزعك وتلعبوك عطيتون لها مقدمة حصة ودروا كماشية تتمتل على الفيلم لاين بيها لاين بيها ونصنون من مستغلم إنسان باين باللي مريض يعني هكذا تشوفوا باين باللي مريض مريض عقلي فانت وشافوا وقالوا لي باللي جماعة وقالوا يرام داروا وداروا بيها ماشي نخدمي بحل فيه براهم هذه هي كاريثة 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 كال المقد لأنه زاشون يتبعو في البرز تبعو في البرز انا الحاجة قاعدت غضني كي تشوفهم دلو كاكتا تشعل التلفزيون للعشية اتبعو باللي التجمعات عاديا اتبعو باللي رديرين مانيش عارفان بتكريمات هدو كسوالحن تاعهم ملتسقيين يتسالموا والمساجد مازال فردين عليهم مات البروتوكول انت عميت وانت البيض الوضوء مغلوقين وهذه وزارة وهذه وزارة بزوجة تابعين في السلطة هذه وزارة تشؤون الدنيا سبحان الله العظيم والمشكلة هنا وراه اين هم اهل القطع انت امام انت عالم انت استاذ شريعة مثلا في الجامعة وراه وراك انت من هذه الممارسات انت عمي سوف نعطيك مثال مثال نعطيك مثال مرة من المرات كنت في مركز انت عشرطة في برج الغداء انت عضي تعالى عضيك مثال من اجل انت واما اني كنت الى ثماء انا ثماء وهو جواهد وهو امام وهو ليس مثل من برج الغدير كان كين السيراء في المسجد هذا المهم جاء إمام من دائرة أخرى أعتقد من الحمادية هذا تسمى رأيه لأيام الأولى وقالوا له شيء ثم عند البوليس لماذا؟ على الأقل يحكم فيهم أنت دركك يا هذا الإمام تغلق له فمه هذا الإنسان اللي رأي من دركه هم اللي يتكلم يغلق له فمه أنت اللي رأك أنت تدعو الناس للشارع باش يخرجوا لكل التموات سمحوا لي على التعبير باش هما يوليوه وما يوسيوه ورب رأي يذل فيك بهذا الناس خطر له كان هو رأيهم فاتحين المجال للناس المصلحين ورأيهم فاتحين المجال للمفكرين ورأيهم فاتحين المجال لهذا الناس اللي رأيهم دركهما يساهموا في تنوير الرأي العام بالمشاريع وبالأفكار وبالأخلاق ورأيهم ينشرفوا الفضيلة لكن هذو يحشموا ما يبينوهش هما لما انت سكروا الطريق لهذا الناس شوف ذرك المنكر والمعروف هذه هي هذا هو المشكلة ولا وذرك هذ الناس اللي رأيهم ذركهما ومعروي بضعة هذا هذا ذرك رأيهم ساروا الناس يسمعوهم وصاروا يستاشارو لما تجيب لي انت واحد كما علي الزاوي فهمت إنسان انت يسمو يدير في البنوات ديرين له يسمو وفكير ومنشار وكاتي تيتر هكذا وش يسمو باحث في شؤون الاستراتيجية ايه تكي تشوف انت ناس كما وش غر هو وش غر هو ناسهم ما خلقوا هكذا لأنه لماذا لأنه كانوا يخدموا بهم فهمت تهلم من بتوصل الناس لهذا المستوى خلاص هو من اللي خلقوا هذا الوضع الازمات كسروا المفكرين كسروا العباقرة كسروا كسروا الناس لو كان رهم ذو تخلى أنا شخصيا أنا العبد الضعيف أنا من تكلمش أنا والله من تكلم والله لو كاني لقيت ناس أنا في المستوى قاسم من بالله ما نتكلم لكن الله غالب القيناة الساحة خالية واللي نتخلنا فيها تخلنا فيها على جل باشر الواحد أراه هو مريسكي بروحو مريسكي بروحو والحقنا الواحد المستوى يدخل لها على الاهبر الناس على الناس ويشعر طويلة سيدي رأى هو مترشح في باري وقال يجمع في التوقيعات في تولوس في دي بارتوم وقال ويمشي معه ويمشي 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 وكانت لقى أنتويا ما يحشم ما ولو نورمال همته هذي هي هما ذكر اللي هما هما صنعوا هذا الناس صنعهم هما هما كيب شوف نقول لك بكري كانوا هذو كفار تعقريش كانوا هما يصنعوا آلهة ويقولوا يعبدوها هذو ذكرهم يصنعوا في آلهة ويقولوا يعبدوها يصنعوهم بطريقة واحد أخرى بالجامات بالتعليقات بطرق واحد أخرى لكن يصنعوا فيها يصنعوا فيها بأيديهم كما زيتوت مثالا بعتوه شوية مؤخرا لا ما تشبرش واحد لا ما نشعف أنا واحد الفكر تاها الإنسان راي يقدموا واحد الحلول من خرج للشارع علش نخرج يا صاحبي خرج للشارع هذا هو الحن الخرج للشارع تعبراً غضب ايه الخرج للشارع والله الشعبي يخرج هذا يبقى في حدود التعبير رك تعبر على حاجة عندك قال أخويا أنا ما نشع راضي على هذا النظام قال أخويا ما نشع راضي على الممارسات ما نشع راضي على هذا ما نشع فانا كل الخبرات خرج لي بحاجة صفافة لكن هنا يحبس هذا الحراك كل مرة نشع فاناوز يخصوا يمشي حتى المستوى حد أخر وهذا المستوى هذا يكون سلمي ويكون عقلاني ويكون مؤثر ويكون منظم لكي لا نمشوا الانزلاقات التي كنت تحكي عليها هذا الشيء هذا ويكون اللي يدير وانتاك يا را عندك دروك متابعين بزافوك وقاعدا راك حط نور رأيي العام تكلم فقط نقاط ماش يتمشي انت تزيد النار تزيد له البنزين كي بيقولوا نفس التجربة مع تسعينات مع تسعينات مع الفارقة راح تتعاود بأسماء واحد أخرى إذا كان كملة الناس في هذا الطريق انت على الشحن وانت على التحريض وانت على التسعيد غير المدروس نطولوا ولا نقصروا تدخل الناس في الحياة لا يجب الوسمه في التسعينات التسعينات كانوا ناس كانوا يستخدموا في خطاب عقلاني وكانوا ناس ينصحوا ومع ذلك في الوقت هذاك كانت الناس حاملة مشروع راح حاملة مشروع تتفق معاه ولا تختلف معاه كانت الناس حاملة مشروع قال مشروع إسلامي وكذا إذا كان مكان والو راح يتبع في واحد راسه راسه مفريني هو يتبع فيه المهم الأخ شعاي بخرج أيو الأخ إيساكش مت تزيد دير مداخلة ونختم الله أنا راح نزيد حاجة أبرك على الأخ اللي قال كلمة هذا من اللي راهمين نظرو نذكر الأسماء أنا ماشيش نذكر الأسماء بصح أنا عندي تحدي من خلالك نوردين أنا مكان أنا نسمع غير نوردين نسمع غير نوردين خبابة هذا مكان هو هكا بصح عندي تحدي من خلالك شوف أنا العبد الضعيف عندي مشروع يخدم هذا الصيف هذا يخدم مئة الف شاب مبدئيا وهو مشروع وطني أتحدى الزيتوت ولا رشاد ولا بو خرص والله والله أين كان يقدمنا بروجي للشابات أنا يقول لك أنا تحداهم أنا محتاج حاجة وحدة ديبلوماسي برك هذا ما كان واحد ديبلوماسي واحد هذا ما كان لو كان ما يخدموش في الصيف هذا ما عاش نقف قدامك نوردين هذا التحدي وواحد ما على باله يا ناس حت نوردين أو يسمع فيه ما على بالوش وش هو سمعت هو عنده مشروع سياسي أنا عندي مشروع اقتصادي أنا بغي نخدم الشباب تربح هاليا مهمتي نوردين عنده مشروع سياسي خلاص يعطينا بسيدي مثلكم حل اخر يعطينا تبونا سيدي أنا ونوردين ندخلوا الجزائر ست شهر ست شهر نخرجوا لكم أخياركم يا جزائريين من كل بلديات الوطن أنا ما نشد الطابو لا ضد فلان طابو شباب كما احنا ما زال يعني تسمى نظاره بدحته وناظره ودخل في حزب بالصح احتاجوا حتى طابو وكما قلت المشروع هو يتلاقى العلماني والإسلامي والوطني لازم يتلاقوا سواء كانوا في الجيش والله كانوا في السياسة والله في الأمور الاقتصادية المصالح الضيقة ونمشيو ونخدمو ونخدمو ماذا ما نحن نحن مغلق السياسية نعدلو والاقتصادية ثانية أولادنا يخدمو ماذا ما زالنا هذي كل إحنا الجريات تعنيه لواش على جالة الشباب بايخدم على جالة الجزائري بايعيش في كرامة بايعيش مرتاح أنا قبيل قال لي واحد إحنا رأنا يحده لا عندنا الأمن والاستقرار قلت له الاستقرار أوكي الأمن والأمان ما كانش الجزائر مدام ما زالت المدارس ضايرة بصور مدام الحضايق ضايرة بصور مدام البيوت البيوت تعالفقارة بيري البارداش ومدام السرقة كينا والتيهودية كينا والتغنانت كينا والرأس الخشين كينا أنا كي ما قلت أنا إحنا إحنا عشنا المرحلة الناس اللي تسمع فينا بلاك يقول ما أخوفوا حتى واحد إحنا نقول لكم استفادوا من أخطائنا إحنا كنا لغا أخطاؤوا أو أصابوا كل صرا صرا بس صح أنتم إلى كل جزائري هذه موش الأيوة للطرف كل جزائري إذا حابين تخدموا البلاد مبقاش هذه آخر فرصة بان تلاقاوا على حاجة نخدموا بها البلاد إذا بقيتوا أكره لا البلاد تخدم لا الشعب يتصلح أماره والأهم الأهم كي ما تقولوا تما قبل على الشريح لإجتمام المجتمع لازم يبانوا خيرين في هذا الوطن لازم يبانوا كينا ناس اللي معروفة يروحوا يجيبوها اللي حوسوا يبين أننا نتيدوا بالنزحي نتيداك ويعرفوك الناس بكافعتاك يعرفوك الناس بأنك لا تباع ولا تشترا وخدموا والشعب يكون وراكم الناس يذوق ملقاتش يكون ليهم كادريها يا ناس ثم قاعدين تفرجوا والناس يدي لكم بأي طريقة بالخبز تقبيل حكيت علىها زروال أنا حكيت كلما نتعش لأني قالها قالهم السياسة في الجزيرة خبز كبير ولازم هامكرا كبير النيا ما تكتيش ذوق احنا نخدموه مع الخبز جموبين يعودون في الأزمة بخبز ومبينة ومكشوفة يخرجوا ربي عريان قد قد ما قدرتوش قال أخو فيما قدرماش أخلاص احنا نخدمو المطالة بآمان وسلم وانتم أخرجوا رجالكم كما قلت هاي اللغة يفتحوا المجال كنا يفتحوا المجال فتحوا المجال ونزلوا وشيبونا في عباد ما 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 بني اسمح في واحد قلم كنت في الإذاعة كنت تقدم هنا سبعة في واحد فيديو هك قال كما كنت تحكي نفس الحكاية الهدرة والواقعة قال الإعلام مش مشكلة في الإعلام والله في الآليات المشكلة في حريته وبعد مش تحط له قال كلها مجتمعين مع وزيره والله رئيس حكومة قال بجود دوني منظم احنا ما عندنش حرية صحافة بيها دروش على المواضيع المهمة يتحشوها يتخافوها يجيهم تهديد المهمة هذي كنت يا نوردين المهمة شكرا الأخ يساء وكل إخوة اللي أنت المهمة بشوية برك الأخ يساء رأنا إن شاء الله هزيدون تواصلوا إن شاء الله إن شاء الله عرب يعيش كواصل نوردين من شديد تقدر عليه الناس يتستفيد هذا والتاريخ إن شاء الله وخلاص شح نديره اللغة هذين نعاونه السلام عليكم وعيكم السلام شكرا لأخي عيسى وشكرا لكل إخوة نلتقي إن شاء الله في فرص واحد أخرى الإخوة اللي اتصلتوا بيا اعتذر كان بعض الإخوة اللي اتصلتوا بيا ما كمش موجودين في الصفحة كنت دائما ونعاود نكرر بلي لما تكون تكلم في الصفحة نتاعي الخاصة لا أقبل غير الناس اللي هما موجودين في الصفحة ومسجلين بالأسماء من الحقيقية مرة على مرة يقدر ربما ما يفوت لي واحد لكن يكون مسجل باسمه الحقيقي ويظهر بالصوت وبقى يظهر بالصفران نلتقي إن شاء الله في فرص واحد أخرى إلى ذلك مهلا